والرجال علمني أطير في يوم تخيل تحتاج رخصة وكذا ووداني على اليوم الخامس أعلى منطقة في المدينة قال يلا ريان نط طير فوق المدينة كلها وبغى تنزل على الشاطئ وهو الحين ما يشوفني لأن أنا بعت قال الحين أبغى تأخذ يسار ونغلف يسار يقول الحين فيه تيار أقوى بيرفعك ما قادر تفع أنا أبغى أرد عليه بس خايف تقدر تفلت وترد بس خايف فجأة لاحظت أني كانت أنزل وش في تحتي نحن كنا على جبل جبل كان عليه طريق سريع كذا طريق سريع ثاني أنا كنت هنا فطاير زي كذا وقعد أنزل 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 تحتي الشارع سيارات طيران أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقات من حلقات اللي ذكرني في فنجان القديم هي تجربة شخصية مثيرة ولطيفة وملهمة تجربته تجربة ضيفة في السفر والترحال واستكشاف نفسه جعلته اليوم يبني مشروع جديد للصحة الشمولية للإنسان اليوم يركز على نمط الحياة كيف الواحد ممكن يسعى لأن تكون حياته اللي يعيشها تكون بأفضل صحة لأطول وقت ممكن ضيفي في هذه الحلقة ريان عبد الواحد رحالة وباحث ومهتم في الصحة الشمولية قبل أن نبدأ في حال كنت تستمع للحلقة وحتى تشوفها على يوتيوب تمني صدقاً تعليقاتكم عليها في تطبيق راديو ثمانية أتقرأ كل التعليقات الموجودة على كل الحلقات فأنتظركم في الصالة فيها تقدر تستكشف برامج وحلقات تديدة بناء على آراء أصدقائك ومن يهمهم أو من يهمك رأيهم أو تعبر عن رأيك في الحلقات التي سمعتها وكذا نقراها أو حتى إذا حلقات ثانية كلهم يقرونها تجد رابط تحميل التطبيق في وصف الحلقة شكراً لرعاة هذه الحلقة شركة صفا ومنصة سلة أما الآن لنبدأ طلت من الشباب للمجلس علشان نظاهي صار يرجعني من تكة طويلة والله نعم فقتنا نجيبولي واحدة فصال شكل مرة ملفت بأكثر من كرسي أنا أشوف دائماً في اللقاءات الطالعينين وتسولف مع أي من أقول أين جالس تحت فوق بس لنة شايب فتعبان يعني تلقي رجولة عورة بحرها عورة دون حلقة أيمن مصر عليها هاي أنا ودي أسجل معاك أنا سمعنا أسمع عنك وودي أجي أسمعك وكسبنا هذه الفرصة بس أيمن لأنني أعتقد أنه أنا مضحي أعتاه صح الله هو يعتقديني صحي أنا أقول يا الله إلا ما رأى أسعب منها ما لك نضبط الأمور إن شاء الله طيب طيب شيء عشان نعرف إيش النمط الحية أنت إيش تتوقع إيش النمط الحية بالنسبة لي دم نقول نمط حياة عشان نعرف مو صح ولا لا يعني بقول هو النمط المنسجم ما بين اللي فيه إنسجام ما بين نمط حياتك كمسؤوليات عمل أشغال واحتياجات جسمك متى أول مرة استحذرت استحذرت هذه الفكرة بالله بالله أتوقع من يوم ما بدأت أدس الطب يعني بدأت أذكر لما فتحنا كتاب الأناتمي التشريح تفتح كتاب كذا تشوف جسمك مشرح يعني ذكر كنا ندرس مثلا عضلة اليد فأطال على يدي وقل أوف كل هذا الإشاء جاي هنا تفتح صفحة البعدة تشوف العظام تشوف الأعصاب فبديت أشوف أن الموضوع معقد وجسم الإنسان سبحان الله كيف يعني فيه تفاصيل كثيرة فهنا تبدأت تتساءل يعني هل من جد أنا معتني بهذا هذه الأجهزة هذا النظام المعقد ولا أعيش حياتي كذا على البركة يعني قبل بديت أهتم تفاصيل نمط الحياة كنت مهتم بالاكتشاف نفسي نوعا ما فلذلك أصلا من أول الأشياء اللي سويتها يعني في الجامعة عشان أطلع من هالمسار هذا أني أسافر يعني قلت لازم على الأقل بين الفصلين أني أطلع تسوي شيء جديد لازم أطلع من المحيط اللي أنا فيه أتعلم شيء ما لدخل بالطب ما لدخل بالأشياء اللي احنا متعودين عليها وهنا جاني الخوف الثاني اللي هو أني أسافر الحالي متعود أنه معك أخوياءك حتى لو بتروح تتقهوة بتروح تتعيش أعمل معك خوي فجاء تكلمت للشباب قلت لهم شباب يالله خلنا نروح نسافر سفرة كذا حلوان غير جو بيش كانت فكرتي نروح أسبانيا نعيش مع عائلة أسبانية ونروح للمدرسة كل يوم قالوا لي وش جو يعني بعد بعد كل هالدراسة وبعد المعارك حقة المتحانات تروح تدرس فهنا قررت قلت يالله توكل على الله هم سحبوا ليك لنتكملت كملت وصراحة واحد سحب علي على آخر اللحظة فأنا حطيت كذا في الأمر الواقع بصراحة هذه كل رحلة ثلاثة سبيع فقط أنا بنسب لي كنز 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 لأن فعلا عشت اللي هو تفي شعور هذا كذا أنك من أنت مرتاح كذا وصلت بيت الناس هذولي وين رحت رحت جنوب إسبانيا ما لقى ضبط أموري مع عائلة مدرسة خلاص عندي جدول واضح فصعب أنك تكون علاقات طفشان ما تعفش تسوي أوقات الفرق جالس بس كذا ما عندك خوي ما عندك ناس تطلع معهم فهنا بديت يعني أصطدم بالواقع كذا علاقتي مع نفسي وبعد الثلاثة السابيع هذه والذكر وأنا راجع من السفرة في الطيارة كانت تقول إيش اللي صار من جد حسيت أني طلعت مخي كذا وخضيته ورجعته ركبته لما رجعت الفصل الدراسي اللي بعده حسيت أني في شي يتغير فيني في طريقة تفكيري وعد بعدها الشباب كلهم يبقوا يسافروا معي بس بعدها حرمت ما أسافر إلا الحالي لأنه فعلا فعلا زي ما قلت لك كنز في مجموعة كمية الإشاء الواحد يتعلمها في التجربة الفردية هذه كبيرة جدا وش اللي وش اللي تعلمت في وش اللي أثر عليك في هذه الرحلة أول شي أنك تتواجه نفسك يعني تشوف كيف متى كانت هذه كانت تقريبا أول سنة في الجامعة الفين و سبعة ثمان فما في تويتر ما في لا 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 بس أنا بغير تخيل أبدا حتى كيف الشباب يعرفوا عن رحلتي فيسبوك نزلت ألبوم تعرف الواحد يتحمس يسوي الألبوم نزلت ألبوم حق السفرة شباب قال لي والله رحلة حلوة وكذا خلنا نيجي معك قلت لم لا خلاص وبس صرت صرت بين كل الفصل على قل مرة في السنة لازم أطلع رحلة فيها يا مغامرة يا تعلم قاعد أتعلم شيء يا شغل فما هي رحلة خلينا نقول فيها استجمام وراحة وكذا لا دائما فيها واحد من ثلاثة أشياء هذين وتغيرت الرحلات فاين رحت بعدها أعطني هذه الأشكال والدير يعني موضوع اللغات أول شيء كان يهمني فسويتها عدة مرات يعني إسباني مرتين وفرنسي مرة بعدين اكتفيت باللغات وقلت اتحمست بديت أدخل موضوع تطوعية أكثر فبديت أسافر سفرات تطوعية فيها شغل فروحت كينيا وبعدين بعد فترة لما تخرجت واستلمت شهادتي قلت الآن أبقى أتطوع ولكن بالمهارة اللي اكتسبتها في الجامعة للحين المهارة هذي صارت نادرة أنا طبعا طبيب أسنان فقلت أبا اشتغل كطبيب أسنان تطوع فلقيت منظمة فاتحين كذا عيادة بسيطة في كمبوديا أنا أول شيء قلت ويش كمبوديا ما عرف ما عفيش عن كمبوديا فاتوكلت على الله ورحت كمبوديا هذه كانت تجربة يعني أحجيبة شهر كامل شهر رمضان في كمبوديا شغل أسنان وكنت أدرس إنجليزي فكانت رحلة خرافية وبعد كمبوديا كان في مغامرات مثل تنزانيا جبل كلمان جارو وبعدين الصين عد رحلة الصين مميزة شوي وش اللي سات رحلة الصين يعني كانت جدا رحلة ارتجالية كده وين رحلت الصين نصلا جنوب الصين كمان أذكر قريت كده منتدى بلوك واحد كاتب عن معبد بودي هو عاش فيه وجلس أسبوع يسوي كونغ فو وتاي تشي ويأكل أكل فيغان قريت البلوك هذا قبل خمس سنين فلما جاتني فرصة أني أسافر كنت خلينا ندور على البلوك فروح دورت لقيت نفس البلوك لقيت بس اسم المعبد والمدينة ولا شي ثاني ما تقدر لا تتواصل مع المعبد ولا ترتب الرحلة رحت الصين دور على المعبد ويعني أول يوم كان بس بحث على المعبد هذا فعلا لقيته ودخلت ولقيت واحدة كانت الوحيدة اللي تتكلم شوي انجليزي قلت لي ها أقدر أجلس أو لا قلت لي طالما دفعت حق أكلك أبد الله يحييك قلت لي كم سبوع وقلت له لا شهر تفاجهت قلت ما محد ترى يجلس شهر قلت له جالس شهر وفعلا شهر كامل عايش مع البوذيين وصارت أشياء كثير وشوش اللي أنت كنت تتوقع في ذلك المعبد وشو أنت كنت رايح لأجل أنا رايح أستكشف أنا رايح بس أبغى تعلم أبغى غذي هذا الفضول أبغى أشوف الثقافة أبغى أتعرف عليهم ما عرف شي عن البوذيين يعني الأشياء اللي أعرفها أشياء بسيطة أبروح أعيش معهم أبعيش التجربة نفسها يعني جو المغامرة يعني أني أكون في جبل أكون في الطبيعة أكون منسج مع الطبيعة وبس أعرف أن في القرار أني أروح المكان هذا رح يكون في نفسها ذاك الكنز فهذا يكفيني وفعلا يعني بعد شهر في الصين يعني أنت جالسي الآن تعطيني أشياء وأبغى أنا يعني أشبع فضولي وأنت جالسي تسحف لها تقول لي كل من جارك كأنك كبه ومشيت الحين أروح كتكي إلي هنا شوي الحين أطرحت بصين يعني أريد أن أعرف وإش اللي وإن رحت لهم وإش المعبد البوذي وإش يساوون حلو يعني هل هو أنا معتر ما أعرفه شيء فهل هو مسجد وتروح كأنك تعيته كيف وإش في الضوء تاني حلو أنا ما كنت أعرف بعد حلو فهذا جزء كان من التعلم اللي يعرفه أنه مكتوب مانستري إيش يعني مانستري يعني مكان معبد ولكن اللي فهمته أنه في ناس يعيشوا هناك اللي هم البوذين هذول اللي خلاص يعني قرر أنه هذا هذه حياته فلما وصلت اكتشفت أن المكان كبير يعني عندك مكان العبادة عندك مكان السكن النوم للشباب للبنات منفصل وجاي زي المربع تمام؟ هنا مكان العبادة هنا في ساحة وفي حوض سمك تعفل سمك البرتقالي هذا الكبير نشوفه في الأفلام في النص على اليمين عندك سكن الشباب على ليصار سكن البنات وبعدين لورا جبل غابة بدلا في مطبخ صغير في دورة مياه منتبل كرامة فالمكان فعلا مهيئ بشكل جيد وابتشفت أن الناس يجوا للمعبد هذا عشان يتعبدوا فيجوك ناس من المدينة المدينة يعني تعبد تقريبا تبعد ساعة يجي يجيب مع مثلاً هذا اللي ولعوها يسموه البخور يحط البخور يتعبد يحط أكل أنواع الآلهة اللي موجودة فلما أنا وروحت قلت وإيش البرنامج وش بسوي هنا مع أنا جاي ضيف فقالوا لي يسمع الصباح أول ما تشرخوا الشمس أحنا نتعبد طبعاً طبعاً تجي الله يحييك تمام يجلسوا على الأرض ويتعبدوا لمدة تقريباً يمكن ساعة بعدين أول ما يخلصوا في مدرب كونغفو يطلع يجري طبعاً تجري معه الله يحييك حلو؟ بعد الجري في وجبة الفطور طبعاً أكلهم كله يعتبر نباتي فيغن بعد واجبة الفطور في راحة بعدين تروح تتمرى تمرين كونغفو تمرين المدة ساعة بعدين تروح ترتاح بعدين ترجع تتمرى تختار كونغفو ولا تاي تشي بعدين باقي اليوم لك أحلى شيء بنسبة لي كان كانت جرية الصباح طبعاً أنا ناصح الصباح صلي الفجر خلهم يتعبدون بعدين أجلس أتفرج عليهم أول ما يخلص ويجي المدرب هذا يقولون ما عنده مشكلة أنكم ديامة ثانية لا ما عنده مشكلة أصلاً بصراحة اللي موجودين ما كانوا يعرفوا شيء عن الإسلام بصراحة ما كانوا يعرف شيء عن دول الخليج فيعني حياتهم في المعبد هذا فالمدرب هذا كان رغيب حق الكونغفو ما يتكلم بس يقول غو ولا نو فيجي يقول غو مركض كم العادة كم من تلك تجربان والله ما كنت أحسب على وقتها ما عندي لا ساعات ولا شيء حتى جوال ترى يعني موضوع الآيفون وكذا كان جديد عليه أنا كنت أكثر مع النوكيا يعني أبو كشاف فكنا نركض إلى ما نوصل الوادي الوادي فيه صخور كثيرة نازل كذا شال صخرة حطها على راسك فك يد وازن وبدأ يمشي يعني صخرة يعني يعني معقدة ما هي مبسل لأنك تحطها على راسك بس قام يمشي قال يلا شيل رحت أخذت لي واحدة مستحيل أوازنها مستحيل صعب وألم حجرة في الخير يعني فحاولت وازنتها كذا شوي واضطيح وازنتها شوي واضطيح طبعا هو قد وصل المعبد فعلى بال ما رجعت قال يحط صخرتك هنا حطيتها ولحظت أنه في مجموعة صخور كثيرة فكل يوم يروح ياخد صخرة ويحطها طبعا أنا هذا كل يوم قلت والله ما أطلع من هنا إلا وأنا موازنها زيك ومن جد ما رضيت أني أمشي إلىين ما أوازن الصخرة في و يعني على آخر يوم كان يوم حلو مشيت والصخرة في غراسك آخر يوم تحديتها قلت له تعال أنت اختار لي صخرة وأنا بختار لك صخرة صرنا أخويا يعني بعد أربع سبيع راح قال لي هادي قلت له يا سأسر الله كبير قلت له خلاص أنت هادي الله أمسكها يعني من أحلى التجارب مطر صخرة قاعد أوازنها كل شوي اطيح أرجعها تيجي فترات من جد أنا منزل يدي وماشي صخرة على رأسي و وعلى بال ما وصلت المعبد يعني ما قدر أوصف لك السعادة صحيح حتى أروح جبت قلم كتبت اسمي والتاريخ حطيتها عشان أرجع لها يوم والأيام إن شاء الله بعدين صورت مقطع وأنا وازنها بس عشان كان عندي مشكلة ما كنت أحب أصور ولا صور ولا فيديوهات ليس ما كنت أحب أمسك الجوال بس بعدين قلت هذه اللحظة خاف أني أنساها خاف أني أقول أضحك على نفسي رفت إنك إنها قصة حلوة بس وين وين الإثبات وين الأدلة ف عندك الفيديو موجود أوريك طيب في جلسة أربع سبيع أربع سبيع مش فايدة إنك تحدث الصخرة في قراسك يعني تعلمك شي على وقتها ما في أي فايدة أنا بالنسبة لي مغامرة كذا حس أني عايش دور البطل في الفيلم عرفت بس بعدين يعني طرى موازنة الصخرة لسه أسويها ومن فترة قريبة طلعت مع شباب ورحنا واضي حنيفة وتعفى درج واضي حنيفة كثم يلا شباب صخور كل واحد قاي يوازن حتى يوم سوينا معسكر أنا وصديق دحوم كنا نخليهم يوازنوا صخور على رؤوسهم والفكرة إيش لما تحاول توازن صخرة أتحدعك تتشتت تركيزك يكون عالي جدا فتلاقي أنت بس قاعد تحاول أنك تيجي في المنتصر تطيح تشيله وتحطها أتحدعك تفكر في شي ثاني فيعطيك نوع من الصفاء الذهني يعني أوكي يمكنش الفائد أني يوازن صخرة على رأسي بس أنك تشوف كيف أنك تقدر تركز وأنك تقدر تبدأ من الصفر بدن تنتقل من ما أقدر أوازنها إلى أقدر أوازنها أقدر أوازنها وأمشي شعور رهيب فهذه تدخل في المرونة العصبية التشتت الأمور الذهنية شوي فالآن صرت أربطها مع الأشياء الصحية أول كانت للمغامرة في دراهم عشان يكون عندك دراهم لازم يكون الاستثمار والادخار جزء من روتينك طيب كيف أبدأ وين أستثمت؟ في مستشار دراهم الآلي الاستثمار ما يأخذ منك دقيقة في محافظنا الأكثر تنوعا أقر رسوما ولا على عوائد ومو بس كذا دراهم يجمع حساباتك البنكية في مكان واحد من خلال المصرفية المفتوحة بيعطيك تقرير مفصل عن صرفياتك دراهم مصرح من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالي كيف تبي يكون عندك دراهم وانت ما عندك دراهم طيب حلو أجل خلينا نمشي شوية في التجاربك القديمة نربطها طبع بنواطة حياة ولي اليوم نعيشها كانت هذه الصين جلست شهر شهر حسيت انك طولت وطفشت ولا كان وديك تمشي لا هذه كانت مشكلتي ومبسوط انك سألت هذا السؤال لان دائما كنت أحس ان في الأسبوع اللي بمشي فيه توني قاعد أوصل دروة السفرة كذا حس اني توني بدايت خلاص يعني أنتمي للمكان نوعا ما ويكون عندك صدقات ويكون عندك قصة الرحلات اللي هي سبوعين ثلاثة ما يمديك يعني أول سبوعين ودك تجرب الأكلة ذي ودك تشوف المتحف ذا ودك يعني قاعد تحاول بس تعبي الوقت فلا كل رحلات من كل منجار ولا الصين ولا كينيا دائما حسب هذا الشعور عشان كذا جت الرحلة الكبرى اللي رأت يا كم دولة كم دولة ما أدري صدق بس أكثر من يمكن 120 مدينة بس الرحلة كانت 15 شهر سنة وثلاث شهر طبعا ما أعلم هي قبلها أنت كنت طبيب اي شون سافرت من طبيب كل هالفترة كنت شعادة اي أنا لما تخرجت طبعا رحلة كمبوديا كانت الرحلة الفاصلة ما بين الجامعة والحياة العملية والحلوة أنه رحت كمبوديا أشتغل كطبيب بس نعم بس مع يعني مع ايتام وكان حتى المرضى اللي كنا نشوفهم كانوا كلهم عندهم HIV وكان موضوعي خوف فبعد الرحلة هذيك خلاص رجعت السعودية ديال وقت أني أدور وطيفة وأشتغل وأبني حياتي وكنت بتخصص على وقتها بدأت اشتغلت في مستشفى سعد في الشرقية وبعدين انتقلت من مستشفى سعد لمستشفى الحرس في الرياض جاءت سنتين في الرياض وفي الثلاث سنين هذي كان في الرحلات الصغيرة كل منجار والصين بس كنت دائماً محكوم يعني حتى رحلة الصين قالوا لي ريان عندك شهر يعني دبر نفسك سافر فيه لأنني كنت قاعدة تخصص على وقتها ففي مستشفى الحرس كان عمل وتخصص لما خلص من التخصص يعني كنا ثلاثة في التخصص فقط الشباب اللي معي قالوا لي يلا ريان قدم قدم على الحرس قدم على ترغى فرصة خلاص انت الحين أخصائي وكذا أنا وين وهم وين هم خلاص متحمسين ان يرجعوا سوق العمل أنا في شيء كذا جوا من زمان من زمان كذا يتكلم بس أنا مسكته كذا قلت ريان هذه أول مرة في حياتك أول مرة ما تكون محكوم بنظام نظام دراسي نظام عمل مسؤوليات أول مرة يعني من أيام المدرسة جامعة تخصص هذه أول مرة قلت فرصتك يعني لو ما سويت الإفراسك الحين ما حتسوي مستحيل لأنه بيجيك زواج بيجيك شغل تيجيك مسؤوليات ما تكتر فقلت لشباب الله يستر عليكم الله يغفقكم أنا عندي شغلة أشتغل عليها والله ورحت ورحت مقهى فتحت اللابتوب قلت تقول ما 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 نعرفش أبا سوي بس إيش إيش الفكرة أبا سافر بدون خطة أبا سافر بدون فترة محددة مسبقة أبا سافر بدون أبا رتج كده أبا سافر عشان أسافر كده حتى أول كنت أقول لا أبا سافر عشان أتعلم هذا أسافر عشان أتسلق لا أبا سافر عشان أسافر جلو فجلسة زي كده قلت طيب وين نقطة البداية لازم لازم تبدأ أنا زمان حلمي كان أني أوصل لأمريكا الجنوبية لأن أحسها بعيدة فقلت لازم أوصل لأمريكا الجنوبية على وقتها كانت أزمة اللاجئين السوريين كان واحد من الشباب الله يذكر بالخير قال لي ترى المنظمة هذه أعرفني على المنظمة اسمهم Health Point Foundation قد قفلوا أحين أتوقع بس المنظمة هذه منظمة صغيرة أتوقع أربع بنات من بريطانيا مسلمات بدأوا المنظمة هذه يقدموا علاجات أسنان في مخيمات اللاجئين في اليونان قلت يا سلام هذه نقطة البداية توصلت معهم ثم اسمعوا أنا طبيب متفرغ بجيكم ثلاثة سبيع بعدين بسافر إلى كولومبيا فهذه الخطة حجزت تذكرة من الدمام إلى اليونان بعد ثلاثة سبيع من اليونان إلى كولومبيا بلا عبد شفت الخطة البسيطة هذه تغيرت بعد يومين الشيء اللي صار الشيء اللي ما صار هي موضع السفر ترى أني أقدر أطول فيها خذ راح تكون عندنا الليلة الوقت خلاص جهست شنطتي جهست الشنطة بطريقة أني أكون جاهز لأي تغيرات مناخية حر برد بحار ثلج مطر كل شي جهست وكنت مرة كذا قاعد أحاول أني ألعب بالوزنية وبالمساحات حتى الدرجة كان عندي مشط ما أخذ مشط معي يعني الحين لما أفكر في الموضوع كسرته على اثنين خليت بس الجزء اللي أمشط فيه حطيته في الشنطة كنت مجهز عدة تصوير تخيل كاميرا بروفاشنول جو برو كلها على أساس أنه أبوثق الرحلة طبعا هذا كمان تغير بعت الكاميرا هذا كان قرار مهم في أول فترة لما وصلت اليونان من ثاني يوم تعرفت على الشباب اللي كانوا موجودين أخذوني مخيم دخلت المخيم تسمع بالمخيمات تشوف الأخبار تشوف الصور أشياء يعني محزن وكذا بس لما تدخل المخيم أول شيء أن الجو مشحون أحساكر كلهم في الأخير المخيم تلاقي أحساكر اليونانين وأكفين برة أنك تدخل لازم بالجواز ولازم يعني اسمك موجود في اللستة يعني الموضوع جدا ما كان بسيط بدخلت جوه وشفت أمة محمد يعني مو أنا في بالي إيش بشوف أخواننا سوريين لا لا جميع اللاجئين اللي وصلوا اليونان يعني تقريبا فوق 12 جنسية من أفارق عرب أكراد كل شيء دخل زي كذا طبعا تدخل تخايف أول مرة ما تديش سالفة وطبعا يعني الوضع حوسة يعني فيه عيال نايمين على الأرض وتلاقي واحد شاي بمتكي هنا في الزاية وتلاقي واحد يصار ويتكلم لغات كذا وجوه مشحون دخلونا أعطونا غرفة كذا بسيطة قالوا لنا تفضل قرفة فاضية نرتبها ونحط كذا أشياء أسنان عيادة أسنان يعني كرسي بسيط جهاز حفر الليك علي صراحة وبعض الأدوات بسيطة ويلا افتح الباب وطالع بره سيد طويل ناسبه يبوه علاج في اليوم الأول ما كان عندي وقت أفكر فجأة لقيت نفسي مركب النور الكشاف على الرأس لأنه ما كان فيه نور حتى قاعد أشتغل بأدوات سيئة يعني متعود حراس يعني شيء كذا مرتب وخذ صورة أشعة ما فيه أشعة يعني أول ما جاني الذكر جتني حالة واحد عنده ضرس يحتاج خلع تعرف الضرس ممكن يكون متعدد الجذور ممكن الجذور ملتسقى على بعض ممكن أنها يعني يعني متفرقة لازم تشوف هذا الشيء قبل تخلع ولا أنت قاعد تخلع في الظلام ما تشوف اللي بشعة إيه لأنها في العظم يعني عندك الضرس تشوف التاج الجزء الخارجي بس الجذور ما تشوفه جذور يعني ممكن حتى الجذور تكون ملتفة حولين عصب وهنا تحتاج تسوي خلع جراحي فأنا كل هالأسرة تعرف أنا ماشي على الطريقة الصحيحة للعلاج قلت لهم لا 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 يعني ما أقدر أخلع كذا قالوا لي أخلع ما في وقت يلا تأقلم تعايش مع الواضح وشغل أخلع هنا حشوة هنا سحب عصب هنا طفل شخص كبير في السن استرس ضغط ضغط أنا بضعت قلب هنا لما رجعت البيت هذا كأول يوم جلسه كذا قلت وش اللي وش اللي صار مرة ثانية أنا من جد كأنك طلعت من حياتك طبيعية ما فيها أي مشاكل فأجد دخلت عالم جديد عالم جديد من يعني الحزن وال كرف وأشياء يعني مجهولة كثيرة فبعد يومين كذا بديت ها خلاص أتعايش مع الوضع رفعت السماعة كلمت البنات اللي هم مسؤولين عن المنظمة كانوا في بريطانيا ثم أسمعوا أشوف أني يعني من الصعب أنه تلاقوا واحد متفرغ زي وطبيب أسنان لأنه فيه متطوعين معطبة أي فيه ناس يجو يساعدوك بس يمسكلك الشفاط عرفت ينظف ويرتب وبر فقلت لهم ناذر جدا أن يجيك واحد متفرغ ما عنده دوام يستنع وطبيب ويطقطق عربي انجليزي وحتى أتكلم فرنسي ففي الأفارقة يتكلموا فرنسي فقط قلت لهما أشوف أنه يعني أنا لازم أجلس فقالوا لي أبد كم تبدأ تجلس قلت لهم قدم أكتر الله يحييك وكذا عطوني شقة وصرت يعني حتى عطوني مسؤوليات أكثر من بس أني عالج المرضى بس والله لثلاثة سبيع صارت ثلاثة شهور ورحلة كولومبيا راحت كان عندي تذكرة تستناني راحت يعني الثلاثة شهور هذيك بمثابة يمكن ما أدري كل رحلاتي اللي قبلها لأن تجربة مختلفة 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 مسؤولية ضغط لدرجة أنه من جدي يعني صار عندي تبلد عاطفيه لأن ما مو مستفيد منك اللاجئ أنك تيجي تبكي معاه وكان في متطوعين يجوا يعني يجوا أسبوع ويمشوا بدأت بعض المتطوعات البنات يحزنوا على الطول يعني تلاقيها تيجي تبقى تعالج بس تبكي 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 طب هو ترى مو مستفيدة الآن هو جاي بغا حد خلعي ليس أني أو فكيني من هالالتهاب فلاحظت أنه بعد فترة من جد جاني يتبلد عاطفيه كده أنا زر روبوت يلا صباح الخير أيش المخيم اليوم كل يوم مخيم جديد لأن في اليونان كان في كنا في الشمال مدينة اسمها تسالونيكي يعني عشرات المخيمات تيجيك رسالة بوكل المخيم الفلاني دبرنا مكان ويلا كان عندنا كي أكسنت هونداي أكسنت هونداي أكسنت كنا نحط فيها والله مدري شلون عيادة كاملة كرسي أسنان هذا الحفارة المدريش وركب متطوع جنبك حوسة ومسك خط ويلا يعني مرات حتى نمسك يعني خط ساعة ساعة ونص بس عشان نوصل مخيم نوصل هناك يلا بسم الله وين ما كان يقول هذي زاويتك نظف نظف حط الكرسي رتب كذا يلا مستقبل اللاجئين ويجوك واحد واحد ويشتغل اشتغل 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 ايه ما خلاص كم تأخذ اليوم بالعالة يعني الشخص الواحد كذا كان يشتغل بسرعة ومتعود يقدر يشوف عشرين خمس عشرين بس لازم تشتغل بسرعة حتى لدرجة مرات طورنا طبعا الأكسنت صارت اش اسمع مثل الباص صغير وصار عندنا كرسيين وصار عندنا لانا كان في ناس يعني متطوعين يعني كانوا يدعمونا يشتروا لنا أجهزة اشياء زي كذا فصرنا حتى مرات نحط ثلاث كراسي جلس ثلاث مرضى تعال اسأل هذا وش عندك اوه اوكي سك بنج روح لي بعد انت وش عندك اوكي سك بنج روح لي بعد البال ما ترجع للأول تبنج اخلع روح لي بعد فبس كذا فكان في فترات كانوا يجون المتطوعين هنا بشكل جيد فيكونوا ثلاثة اربعة فانا ارتاح نفسيا هنا اصير ادير اكثر من اي شي وكان في فترات لا ما يجي كاحد الله لي هنا كلبس القلافز اه في موقف ما تنسى تف دائما الاسئلة هذه صعبة لان الموقف كثيرة في موقف مع بنت لاجئة صغيرة صراحة يعني شوي حزني صراحة لموقف هذاك كنا جالسين في المخيم ومن المخيمات اللي كنا نروحها كثير فصرنا نعرفهم تيدي وتسلم وكيف حالكم ومدريش بنت صغيرة فكنا ماشيين انا ومتطوعين جداد قاعدين اخذ تور على المخيم قاعد اوريهم وقلهم شوفوا هنا مثلا تصنيفات للمخيم المختلفة واحنا ماشيين شفنا البنت هذه جت اهلين عمو كيف حالكم معرفيش قاعدين سوالف معهم واحدة من المتطوعات توها جاي جديدة قالت ايش سويتوا اليوم ايش أكلتوا فجت البنت طبعا لسه ما نبهتهم انه لازم تنتبهوا ايش الاسئلة تسألوها يعني مثلا اه غلط ان الواحد يسأل وين ماما وين بابا مثلا ممكن اه متوفين الله يرحمهم فانا ما نبهتهم لسه قاعدين ناخد التور الاولي هذا جت قالت ايش أكلتوا اليوم اه سؤال طبيعي اه بدين مد ايش قالت قالت اكلتوا دجاج ولا سمك كذا قاعدت لعب معها البنت قالت ما نأكل سمك انا الصغيرة بتبعا لش ما تأكلوا سمك قالت لان السمك ياكلوا جثث اللاجئين اللي غرقوا وهم جايين اليونان فكذا ياخي تجيك قشعريرة ان هذي شوف مخيلة الطفل بري يعني الطفل هذا مفروض يكون عايش حياة يعني مخيلته مفروض تكون أحلى من كذا لا هو شاف أشياء مفروض ما يشوفها هذه البنت أكيد كانت في القارب الصغير هذا اللي بالهواء وأكيد عاشت تجربة اللي خافت أنها تغرق يمكن شافت ناس يغرقوا أكيد سمعت بناس يغرقوا فهي مخيلتها ايش سوت قالت هذا السمك الحين قاعدين يأكلوا الجثث وأحنا في اليونان قاعدين نصيد السمك ما رح أكل سمك يوناني فهذه من المواقف اللي كانت شوي كذا بأثرة الشهور ليس قررت أطلع احتراق وضيفي انتهيت 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 من جد زي ما قلت لك جاني زي التبلد العاطفي لدرجة أنه ما صرت مهتم بصحتي حتى جاني ألم في ظهري عجيب لأنه كنا كل يوم نشيل في أجهزة ثقيلة كنت شيله وحطه في السيار وشيله نزلها وشيل فشغل كان متعب ومعه شغل الأسنان ظهري طق لدرجة أنه رح تشوفت خصائح علاج طبيعي في اليونان رحت لأول مرة يشوف سعودي قلت لي والله ظهري فبعدها قالي لازم تخفف وكذا وانا صار خلاص يعني من جد تعبت وغير كذا البيزة خلصت ثلاث شهور فكلمت المنظمة قلت لي خلاص أنا جاء الوقت أني أمشي قالوا لي أعطي كلها فيما قصرت سلمت العيادة والتنظيم الواحد شخص ثاني جاء استلمها هنا جلست قلت أنا طالع رحلة أنا طالع سفر على أساس قلت رحلة كولومبيا راحت ايش أسوي قلت والله لا أروح كولومبيا فذكر رحت حتى ستاربوكس في اليونان لقيت أقرب مقهى دخلت فتحت كان معاي آيباد مو لابتوب دخلت دخلت بديت أشوف رحلات لكولومبيا من اليونان من من مقدونيا كانت مقدونيا قريبة فقلت خلني أزيد البحث فدورت من ألبانيا من مونتونيقرو من البوسنا لين ما لقيت رحلة خرافية وين رومانيا من رومانيا لكولومبيا سعر ولا أحلى طبعا الحين عندي بوجت يعني ميزانية لسه ترى ما استخدمتها لأن السكن كان يعني من المناطق فجيت قلت خلني يوفر وكمان وحجزت التذكرة بس إيش المشكلة بعد شهر فقلت حلو عندي شهر أني يلحق على هالرحلة طبعا ايش سويت فتحت جوجل مابس إيش في في الشمال مقدونيا إيش مقدونيا يا الله بسم الله ركبت باص ورحت مقدونيا وبدأت رحلة هي مرحلة انتقلت المرحلة الأولى سميها مرحلة المخيمات دخلت المرحلة اللي بعدها سميها مرحلة الاستشفاء نوعا ما ومن باص لباص رحت مقدونيا ألبانيا مونتنيغرو كرواتيا بدأت دخلت البوسنة والهرسك حجبتني جلست شوي يعني البوسنة رهيبة 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 وشعبها لطيف وتاريخها لكل عار بدأت دخلت صربيا يعني بعد ما بعد ما تكون في البوسنة و تروح صربيا ما أودك تطول كثير ما أجل أستك 8 يومين في صربيا دخلت رومانيا استعجرت سيارة فرعت رومانيا كلها إلى ما وصلت بوخرست ركب طيار سي وعلى كل مرحلة 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 جديد على الرياض حمدل على السلامة في أول يوم لك في الرياض استعلم أشياء كثيرة منها وعنها وبتكتشف أن الرياض مدينة الخيارات وأكبر مصدر للموزعت ممكن وضع يومك وانتبحث عن موقف دور موقف أو تقدر تكون صاحب موقف تسكن قريب من كل شيء أو كل شيء صغر قريب منك تقدر تعيش في دارك أو تتعرف على جارك تقدر تسكن في مكان عادي أو تسكن في صفة مجتمع يلبي احتياجك ويسبك توقعاتك مرحلة كلامبيا كلامبيا الحين هنا دخلنا الرحلة الحقيقية الرحلة اللي لا توقع أغلب الناس يتخيلوها لما نقول سفر الحين لما يمكن المسلم اللي ما يسمع يقول والله ودي أسافر هي هذه الرحلة اللي مغامرات ناس أصدقاء أكل حماس كل يوم تفتح وغير وش فيه في المدينة يلا خلنا نستكشف فدخلت المرحلة هذه وكانت مرحلة رهيبة لأن متعة وبدأت أرجع لجو لأن فعلا اللي صار في اليونان شوي كذا أثر فيني شوي بس لما دخلت الكولومبيا خلاص هذه الرحلة اللي كانت دائما يعني ناديني لما وصلت مرحلة اللي يسميها التشبع هذه اللي ما قدت من قبل بس الآن خلاص تشبع بعد كم جلسة لنصر تشبع شهرين ثلاثة شهرين مو قليل طلعت أكثر من دولة في أمريكا الجنوبية يعني كولومبيا الحال هجلس فيها شهرين ودخل علينا شهر رمضان المبارك وأنا في مدينة بابلو اسكوبار في مدينة توني واصل لمدينة هذه قلت طيب الحين رمضان خد ثللي هوستل كذا بسيط شهر رمضان كله في مدينة كنت يعني جهز فطوري كنت كان عندي نمط حياة كذا في كولومبيا وعلى وقته قلت عشان استفيد من الوقت رحت كرسات اسباني قلت حلو جالس رمضان عندي وقت صباح صعيم رح تعلم كانت رهيبة فبس بعدين من كولومبيا دخلت الإكوادور هنا بدأت أوصل لمرحلة التشبع شوي دخلنا على شهر الثالث في أمريكا الجنوبية وغريب يا أخي لأن توصل مرحلة ما بدك تتعرف على ناس لأن ايش اللي يصير حتى هذا اشتصار في اليونان جيكوا واحد أهلا وسهلا كيف حالك؟ انت من وين؟ سعودية ما شاء الله وتبدأت تقول سارفتك تمام؟ بعد اسبوع مع السلامة جيك السبوع لي بعد أهلا وسهلا أنت من وين؟ من سعودية ما شاء الله عيد وعيد 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 خلاص ما ودك تتكلم فتصير مرة كذا انطوائي كذا فرداني ما ودك تتكلم أحد ففعلا في كولومبيا صارت كمان يعني صارت في اليونان بدين صارت في كولومبيا بس هذه المرة ناس مبسوطين يعني أهلا متحمسين ودول كثيرة يعني كمية الناس اللي صارت في المرة مرة شيء لا يوصف فوصلت مرحلة مجد ما بتعرف على حد لأنه خلاص كذا في ما في صلة يعني أنت تعرفت عليه بعد اسبوع أعرف أني بقول مع السلامة وخلاص انتهت علاقتنا ما ودي أبني شيء طويل فهذا التشبع الأول في علاقتك مع الناس التشبع الثاني المغامرات تترى في حد وبعدها طيب رحت وغابة وشلاء حلو طب بكرة غابة وشلاء طب هنا وادي حلو وغينا مدرعش حلو صير للأسف يعني الشيء الجميل الطبيعي الشيء النادر للناس يوصولوا له ما يصير يأثر فيك والأكل نفس الشيء وجربت دي جربتها خلاص فهنا أغلب الناس اش يساووا يرجع انتهت الرحلة سوات اللي فراسة صح؟ أصبر شوي هنا يعني من جد جلس مع نفسي وفترة السفر كنت أكتب كثير من اليوم الأول يعني في اليونان وكذا وفا قاعد ألاحظ على كتاباتي إن إيش السارفة؟ ليش؟ ليش تبقى ترجع؟ يعني بس هذا اللي كنت تبقى تسويه تيجي وتستانس وتشوف أشياء أحلوة وتتعرف على الناس وترجع؟ هذه هي السفرة؟ ولا في شيء أكثر من كذا؟ طب ليش قدرت تحس بملل وهذا الحاجة إنك ترجع؟ فاللماذات؟ كثرت ليش؟ 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 وهنا دخلت مرحلة في الرحلة اللي هي وهي أسوأ مرحلة ما هي مريحة أبداً يعني كثرت اللي ماذعت و ما أصار في تشتت الحين، َ تشبعت، صح؟ صار لك فترة كم؟ كم شهر الحين بعيدا عن أهلك؟ بعيد عن مجتمعك بعيد عن لغتك بعيد عن كل الأشياء اللي كانت تأثر فيك وخلنا نقول تحيزاتك فهذا تبدأ تدخل تتعمق وتلاقي الملفات المغبرة أفتح وسأل فمن جد الفترة هذه وصلت مرحلة أذكر كنت إكوادور ترى ما أحب الإكوادور مع أنها دولة جميلة بس ما أحبها الكرياتي فيها ما مو حلوة كنت أذكر كده كنت مرة منسدح في هوستل جالسة كده أقول يا أخي اشكعت سوى حياتك تعفي حتى تسألات طب طب الأسنان خلاص طب الحين لما ترجع تقل تشتغل مين الحي يوظفك بعد الفترة هذه كله لنقطع طب تبغى تتزوج طب تبغى تشتغل طب أشع علاقتك مع المال طب تسوي بزنس طيب طيب أسألة 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 وأنت لحالك ما في أحد تسالف معه فبيني وبين نفسي وأذكر كنت كده في هذا الهوستل منسدح ومن كثر ما فتحت جوجل مابس كده قاعدة تخيل جوجل مابس قلت أنا ويني الحين تسوي زوم والله أنت في المدينة هذه في لكودور طب سوي زوم طب أنت في لكودور زوم أمريكا الجنوبي زوم والله يعني الكوكب الأرض زوم زوم في لين ما حسيت أني كده سيت أني ما مني ما مني فائدة في الوجود هنا يعني من جد شوي خفت فسبحان الله كذا الواحد لما ما يكون في أحد حوله ما عندك ناس تتكلم معهم ما عندك العلاقة هذه الطويلة اللي تبنيها العلاقات هذه اللي أهلا وسهلا مع السلامة ما تسوي شيء فهنا يعني الفترة هذه مدري ممكن كانت أدت أسابيع لين ما في صراحة المنقذ من أخوي نواف أخوي صدير كنت أنا أوثق شيء بسيط على على إنستجرام بس عشان الوالد الله يحفظها كانت خايفة يعني الكاميرات بعتها يعني أنا يعني اتخذت قرار أن الرحلة هذه مو أني أصلع محتوى والرحلة هذه مو للآخرين هذه الرحلة لي فأنا مو بحاجة أني أوثقها بس كنت أوثق إنستجرام لل عشاني في المستقبل يعني لما أرجع وراجع وفعلا طلعت مفيدة وعشان الوالد كل يوم تفتح إنستجرام تقول ريان وينها أخوي نواف كان يرسلني قل لي يا أخي أنا لازم أجيك قلت له لا تيجي يا أخي لا لازمني أخوي نواف مصور يحبي يصور مهندس بس هوايته التصوير قال لي لازم أجيك وصور أوثق شيء في رحلتك قلت له مو وقتك وكذا شوي شوي ورص علي قال يسمع عندي إجازة سبوعين وقل لي بس أنت وينك أنا بجيك وما بغثك وما بخرب على رحلتك أنت تعيش حياتك قلت له خالص تمام مبشر قلت له قابلني في البيرو أبطلع من الكودور وفعلا تفقنا أنا وأخوي بقابل في ليمة بعد كذا كم يوم طلعت من الكودور هنا سبحان الله رجعت حلقة الوصل مع جذورك لأنه بعت الزوم آوت هذا بعد كثير هنا قلت أخوي نواف هو يعني أعرف أنه نواف بالذات لما كنا صغار كان دائما يشوفني ورهيان فنان في الكورة أبصير زي فنان أبصير زي كذا قلت يا أخي هذه مسؤولية يعني الحين يعني بدأت أذكر الأمور هذه وفعلا وصل نواف ويأخي غريب يعني أنا يمكن أشوف نواف مرتين في السنة لأنه كان أعيش في بريطانيا وكذا بس حسيتني ما أنا شايفة سنين طويلة بحكم يعني الأشياء اللي قاعد تصير في الرحلة لما جاء نواف زي كذا قلت كذا حتى غريب حتى في البداية من أنت وعد كبر كذا لحياء زبان نواف كذا فعندما جاء نواف قلت أسمع بنعيش تجربة سفر لما في دلاء قال لي ابشر جهز الكاميرا قلت يا الله سويت لبرنامج خرافي في بيرو كل شي كل شي كل شي سافرنا الحلو في بيرو أن فيها جميع التضريس الطبيعية عندهم جبال عندهم الصحاري عندهم الأمازون عندهم كل شي بحر خفنا واف ومن مدينة المدينة حتى مرة ركبت باص 18 ساعة والباص في الجبال يمين يعني حتى جاءت يعني تعب كذا طقم يدي عليك صورت أنا قد أكل أذكر سنيكرس كذا وصورت مرة كذا يعني كان يقول لي فكني من هالرحلة وخلاص أرجع البيت بس ما قصر والله صور يعني من جد هو سوالي فيديو هذا من أحلى الهدايا اللي وصلتني يعني الفيديو ذا لأنه صعب أنك تصور نفسك وانت عايش هذا ومع هذه خلينا نقول التجربة مع أخوي نواف حسنتني بدأت صح صح بدأت خلاص اجتست هذه المرحلة الإكوادورية بس بدأ نواف قال لي يالله يحطيك العافية أنا ماشي ماشي نواف وهنا بدأت الرحلة هنا بدأت الرحلة يعني بكل صراحة كل اللي قبله تجهيزا لهذا لأن هنا سار السفر يعني المكان مو مهم الناس اللي حولك مو مهم المغامر اللي بتخوضها مهي مهمة الشيء الطبيعي اللي بتشوفه موه بدأك أهمين جميلين ممتازين ويعطوك شيء إضافي بس الأهم أنت وعلاقتك علاقتك بينك وبين نفسك وكيف قاعد تتعيش حياتك يوم ورأي يوم فصرت أصحى من النوم أروح مقهة وأكتب والله ما أهمني أنا في الأرجنتين ولا في البرازيل ولا هنا في متحف مشهور ما في زي في العالم مهم أروح مقهة أحلى كوب قهوة أمريكا الجنوبية يعني قهوة تم خرافية قطعة شكولاتة كتابة 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 لقيت نفسي أكتب وأقرأ أكتب وأقرأ يعني سبحان الله صارت علاقتي مع نفسي جميلة جدا يعني أضحك مع نفسي هادي أطلع هايك كذا الحالي فجأة قرر أقول تصدقه بروح هايك الهايك ممتع الهايك أنت يعني في رحلة خارجية بس في رحلة داخلية ونحس الجزء الثاني من الرحلة كانت الرحلة الداخلية خلاص المغامرة والناس والجبال خلصنا منها الحين بينك وبين نفسك فكانت جميلة مرة صحيح يعني ولسه في مغامرات وفي ناس وفي أشياء جميلة بس كان في أريحية كنت مرتاح ما كنت أحتاج أني أشبع شيء معين المستويات صارت طبيعية فهذه الفترة كانت حلو وكان في مغامرات كم كانت هذه الخترة؟ هذه يعني هذه لما لما وصلت بوليفيا من البرو دخلت بوليفيا هناك هديت شوي واخدت كورسات اسباني مرة ثانية ورجعت جو ورياني اللي حبي يتعلم هذا هذا الشيء كمان رجع فيني إيش تبغى تتعلم اليوم؟ إيش الشيء اللي تبغى تطوره؟ إيش الشيء اللي تبغى تقرأه وتتقف نفسك فيه؟ زمان عندك مجموعة كتب من الجامعة يقول لك ادرس أنت اليوم تصحى الصباح تقول أبغى تعلم عن المرونة العقلية أخدت كورس كامل على المرونة العقلية مثلا أبغى أطور مهارة الشطرنج أخدت كورس كامل شطرنج وصرت ألعب شطرنج مع الناس في الشارع حتى فيه هاستل دخلت فيه كان رهيب دخلت كذا هاستل حتى ما فيه خطة شيء دخلت لقيت واحد شايف برازيلي كذا أصمراني جالس إيه كنت قاعد ألعب شطرنج مع واحد من الشباب وقام وجاني قال لي I want to play with you من نبرة الصوت قلت أنت فنان قلت خلاص لازم ألعب معك يعني واضح أنه لأنه لعبت مع ناس كثير فيه ناس يطايق وتقوي يعني في الأخير وأحب أحب الشطرنج وقلت لبشر جلسنا مع بعض تخيل من بداية السفرة أتوقع أني يمكن أن هزمت مرتين ثلاثة لأن أغلب الناس ما يلعبوا فطبيعي بعت شيء كسر راسك والله سكتني كسر راسك وتلعب أوه لازم أجد أجد شايف أجد شايف شايف جلست معاه زي كذا حط القهوة ضبط نفسه وقام قيمين وراء بعض يعني بكل أريحية خاص طلعت لي قلت له أسمع قلت له إلى متى نجالس في هالهوستل قال لي والله على حسب قلت له من تطالع من هنا إلى أن ما أهزمك قلت لي فوس خلاص قلت لي فوس خلني مشي قلت له هو ستانس قال لي قدام هو شكلها يعني رحالة مخفرم فقلت لي خلاص تم تم حتى المدينة اللي كنت فيها كان فيها أشياء حلوة مغامرات نروح قلت كنسلت قلت بكرة على طول وصلت في المساء اليوم اللي بعدها جهزت اللي قهوة عاد أنا في شنططي جايب قهوة مطحنة وأجهزها كذا بشكل يومي سويت لقهوة جرسنا وقيم وراء قيم وراء قيم وراء قيم وراء قيم وراء قيم يفوز أنا فوز يفوز أنا فوز يفوز مرتين أنا فوز مرة يفوز إلى ما وصلنا سبعة ثمانية آخر قيم فوست صرنا ثمانية ثمانية قلت له ناوي يكن قو قلت خلاص خلنا كذا مبسوطين ثمانة قيام ثمانة قيام فهذه بالنسبة لي كانت من أجمل اللحظات إن شاء الله في مغارات شدية أي لما كملت الفرة دخلت المرازيل ورجعت اليونان لأن على نهاية الرحلة خلاص أنا انتهت الرحلة بالنسبة لي خلاص الآن أبغى كرجع وصلت الحين 14 شهر يعني 20 شهر طب طب كثير سنة وثلاث شهور طبعا فيه تفاصيل كثيرة طبعا فيه مغامرات ودي أقولها بس حسنة يمكن ما عندنا وقت بس حتى يعني الأمازون نمت في الأمازون خمسة أيام سبحت في الأمازون طبعا أنا ثعبان وشاكي لا يا بأي على نهاية الرحلة خلاص أنا وصلت مرحلة أبغى أرجع البيت أبغى أشوف أمي أشوف أبوي خلاص أبغى أبني عائلة خلاص فيه فيه قناعات وأولويات صارت واضحة واضحة ما فيه تشتت مرتبها واحد ثلاثة هذا اللي قال لي خلاص ريان انتهت الرحلة خلاص أرجع أبني أرجع اتصل خلاص فيه فيه أشياء ترى كم مرة بتشوف أهلك في السنة يعني حتى أذكر مرة شفت مقطع فيديو واحد يقول له أنك أنت بعيد عن أهلك كم مرة تزورهم في السنة في اللاعيات مرة مرتين طب كم باقي من حياتهم الله يطول أعمار جميع عشرين ثلاثين سنة أربعين سنة عد كم مرة بتشوف أهلك في العشرين سنة هذه شيء خوف فهذه من اللاشاء اللي خلاص صار فيه شيء قد يسحبني ففتحت انستجرام وشفت أن المنظمة Health Point Foundation فتحوا عيادة في مخيم موريا في جزيرة لازوس هذه جزيرة اللاجئين هذه أشهر جزيرة ما دلوا تذكروا كان في صورة انتشرت طفل كان طفل لاجئ لقوا على البحر من سدح كده صورة كانت مرة مشهورة كانت في لازبوس يعني حتى عندهم شيء سمو مقبرة Life Jackets سطرة الناجئات جبل من Life Jackets موجودة فالمنظمة قالوا أن دبرناها فتحنا عيادة جو ترى مرة صعب هم فنانين أنك تفتح مكتب أو عيادة في مخيم جدا صعب فقالوا لي ريان نحتاج واحد يزبط العيادة قلت لما بشرف خلاص أنا أصرا وعاجع فانهي رحلتي زي ما بدعتها وصلت اليونان مخيم موريا وتقريبا كملت شهر معهم وتنرجعت الخبر حمد الله طيب أنا برجع إلى الخبر قبل تسافر الخبر قبل؟ قبل تسافر رحلة كافية أيها برجع الله برجع الله الآن أنت أخي الصائي مفترض الحين أنك تشتغل هات دراسة كنين دراستها توقعت أهلك عن كل الأشياء هذه بدنا تقول عن المسافر عطني المشهد قبلها يعني كيف قناعت أهلك؟ شوف أنا كنت أعطيهم عيارات صغيرة أعودتهم زي الكافيين أمي الله يحفظها أكثر واحدة يعني كانت حساسة لموضوع هذا بس السفرات اللي قبلها كانت كثيرة كنت دائما أطولها شوي فقبلها سافر قلت لهم بسافر ثلاث شهر وفعلا ترماكن تدري يعني أنا مع عمري شفت سفر أطول من شهر فقلت ثلاثة يعني حلوين فضمنتهم ثلاث شهور ثلاثة سبيع في اليونان شوية في كولومبيا وراجع طبعا فتغيرت الخطة فما شفت ردد فعلهم كانوا بعيدين بس أعرف الوالدة قالت لي الله يسامحك يعني السنة هذه سنة وثلاث شهور كانت متعبة عليها فهذه من الأشياء كمان اللي خلتني أرجع من الحرام يعني حرام أن الوالدة تكون خايفة عليك كل يوم لأن تعرفني تعرف أني بروح الأمازون وبسبح تعرف أني بسوي أشياء يعني فيها مخاطرة الله يهديك في قصة ما قلت لها ومرة في قصة قلتها كان في مقابلة كذا صغير وقلت قصة تعلمت أطير بالمظلة الهوائية هذا ما شو اسمها البراغلايت وأخذت كورس هاي كلام نوسكم كذا والرجال علمني أطير في يوم بخير تحتاج رخصة وكذا ووداني على اليوم الخامس أعلى منطقة في المدينة قاعد أختصر قصة طويلة أعلى منطقة في المدينة قال يلا ريان نط طير فوق المدينة كلها حالا وبغي تنزل على الشاطئ قلت لي يا سلام سهلات وأرفع الفارشوت وأجري وأقفز وهو مركب لي شاسمها لا لا واكي توكي شاسمها المكرافون هذا ما كان مركب جو برو هذه المرة زلت ليش لأنه قاد يكلمني يقول لي أوكي ريان أنت الحين مفروض قاعد ترتفع مع التيار الهواء أنا قلت ما قادر ترتفع قاعد أنزل يقول لي هو الحين ما يشوفني لأن أنا بعت قال لي الحين أبقى تأخذ يسار وأنا أغلف يسار يقول للحين فيه تيار أقوى بيرفعك ما قادر ترتفع أنا أرد عليه بس خايف ما رأسك تقدر تفلت وترد بس خايف فجأة لاحظت أني قاعد أنزل وش في تحتي نحن كنا على جبل جبل كان طريق سريع كذا هايوي طريق سريع ثاني أنا كنت هنا فطاير زي كذا وقاعد أنزل 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 تحتي الشارع هايوي سيارات طيران بدين فيه الحاجز حاجز الأمان هذا عشان السيارات ما تطيح من الجبل فيه قطعة كذا أرض بسيطة قلت ما لك لا تنزل هنا يعني تعرف قمة التركيز ما عمري ركست زي كذا في حياتي الحياة كلها صارت كذا حسابات رياضيات صارت كذا في رأسي وجهة يمين يسار يمين تطع خبطت الأرض البارشوط طبعا اش سو راح لقدام سحب لأنه كذا طاير بعد أنا رجلي خبطت الأرض فراح لقدام وسحبني اه وال compromised وخبار وما دعيش اللeffectiveما سحبت ونزلت أجي أواقف نابضات قلبي بينفجر قلبي واقف بين الشارع وبين طرف الجبل ثلاث سيارات وقفت ايه عميقو ناس يقولوا شو اللي صارت خيلا راكب سيارة شوفوا واحد نازل جنبك فوقفت كلا أنا طالع يميني سار فناس كذا كانوا منفجعين فأنا قلت لها تمام تمام الحمد لله كذا يعني الحمد لله بس رجلي يعني أنا مع الزحفة بس ركبي شوي طبعا هنا مشكلة الوالدة معي اخوي يقال يكلمني اوكي ريان انت الحين مفروض وصلت نصف الطريق يابا شباب اي كراشت يقول لي ايش وينك اه الحين بجيك خاف خاف قال يسمع دبر طريق انك ترجع لي اشيل الباراشوت وقفت سيارة وقفت سيارة قلت لا الله ليه هناك وبس وديني فوق طلعني فوق الجبل مرة ثانية قابلت خويه منصدم بعد ما كذا نفضني وتأكد ان الباراشوت تمام قال لي تروح مرة ثانية انا قلت فاكر قلت لا قدام قلت لا قدام قلت لا قدام قال لي من جد قلت ليش وراني خلاص مو مو طحت اسوأ شي صار قال لي ترى نقدر نقفز من هنا يعني المنطقة ما كانت نفسها قلت يالله بسم الله حطينا الباراشوت مرة ثانية رتبت طبعا الباراشوت كيف تعطي ظهرك للمكان اللي انت بتقفز له وتحط الباراشوت بشكل عكسي ترفع تتحكم فيه بعدين تفر فصير يدك اليمين بالجهة اليمنى ويدك اللي صار بالإصار وتقفز رفعته تجيك موجة هو طيرتني على شبك تعلق الباراشوت على شبك انا قلت هذي من رب العالمين قلت نسو دن قلت له خلاص استهدت بعدين رجعت البيت البيت الهوستل خرفة فيها 12 بنياته كلمني هذا خوي صار خويه وصراحة يعني قال لي ترى والله زعلت انك ما عشت تجربة طيران خلص الكورس اللي بيننا انا دفعت له كل شي طبعا دفعت له نص القيمة عشان قلت له ما ضرش هذا قال لي خلص نص القيمة قالت ادفعلك هاش قلت له الحين ادفعلك فدق علي قال لي اسمع لازم تعيش تجربة هذي قال لي اعرف ان ما كانت تجربة حلو وتراما وكذا بس يعني لو تبغى قدام قلت له جيب جو برو قلت له جيب جو برو اجيك يعني خلاص واروح لبعدي يومين يركب لي الجو برو لازم اوثق يا اخي اقول قصص بعدين ما قدرت بتسيب الناس والله لان خسارة يعني كراش ونجوت وخلق الفيديو طلعنا نفس المكان رتب لي اركب الجو برو تأكد من الماكروفون كل شي قال لي اسمع اذا انك تحس انك قاعد تنزل خذ يمين ترى جبل طير كمل ألاقل عندك وقت قلت له صح والله بس الواحد ما ما يدري بعدين هنا اكس رفع ضبط فر حط رجلك وأول ما قفست جتني الرفعة وفعلا ارتفعت هنا قلت اوكي هذا الكلام بس هنا ضبطت جلسة طرت فوق المدينة كلها أشوف ملاعب تنس سيارات بيوت الان ما وصلت عند الشاطئ تاخذ فر كذا يسار بعدين سوي زجزاق يمين يسار عشان شوي شوي تنزل لقيت في اثنين كانوا يلعب كورة جت كذا طرت فوقهم نزلت أحلى يعني أحلى التجارب على وجه در يعني الشعور والله ما قدر اوصف لك الشعور لما نزلت زي كذا قلت صح لك يعني زين انك يعني ما خليت الموضوع يعني صدمة وخلاص ما رح تعيدها في حياتك لأن فعلا الشعور هذا اللي في الأخير يعني شيء أجيب كلنا سهبنا صح لا لا والله أحسن سهب لأنه ظاهر سألتني على الأهل كيف كانت يعني 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 عشت رابع كل يوم طبع فالوالدة الوالدة كيف عرفت عن القصة ذي شافتها في مقابلة لما شافت المقابلة قالت لي الله يهديك خلاص صار هذا أنا موجود هو إيش ممكن تسوي أنت لكن هذا خلاص الآن تبنى ففتبت رجعت وشتعو يعني أكبر خوف كان عندي كيف أشتغل أنا الآن تركت مهنتي فترة طويلة بس بحاجة أني أشتغل يعني الفترة هذه كلها قاعدة أصرف بدأت أقدم على المستشفيات معني داخلية ما برجع طبع الأسنان في أشياء كثيرة يعني بين وبي نفسي كنت قاعدة أتعلمها وطورتها بس قلت سياني بحاجة أني أشتغل وجتني مسؤوليات على وقتها كنت لازم أشتغل فقلت انسى أحلامك شوي أرجع للواقع قدمت على المستشفيات وجتني مقابلة من المستشفى اللي كنت أحلم أشتغل فيها من قبل أدخل طب الأسنان كنت بغير أشتغل في المستشفى مستشفى ترامكو اللي صارت جونز هوبكنز ترامكو وجتني مقابلة ورحت جلس معاهم وطبعا خايف شو بقول لهم سنة كاملة فوق السنة بس سبحان الله الآثار الرحلة يعني حسيت أنها فادتني في المقابلة و مشت الأمر وقبلوني وبدأت اشتغلت رجعت رجعت طب الأسنان يعني أتوقع يعني دائماً في فترة المقابلة هم يبغوا يشوف شخصيتك صح؟ يبغوا يشوفوا كيف أنت تتعامل مع البغضات يبغوا يشوفوا كيف أنت تتأقلم تتعايش يبغوا يشوفوا كيف أنت تبحث كيف تتعلم كيف أسلوبك مع الناس هذه أشياء كورسات وكورسات في السفر صح؟ فبالنسبة لهم شافوا شهادات أنت أخصائي وعندك خبرة وشتغلت في المخيمات بس وعطوني عرض وشتغلت معهم في الأسبوع الأول ممرضتي الله يحفظها كنا نتعرف على بعض تعافل الممرضة ولازم مع علاقتك كويسة معها لأن تشتغلوا مع بعض قلت لي على فكرة أكثر من سنتين ما أكمل هنا قلت لي شلون قلت لي ترى الناس يتمنوا الوظيفة دي قلت لي أنا أقول لك أكثر من سنتين ما رح أكمل هنا قلت لي نشوف سنة وتسعة شهور جاءت قلت لي قلت لي إيش قلت لك قلت لي والله ما كنت متوقع سنة وتسعة شهور بالضبط طبعا في الفترة هذه كنت قاعد أشتغل على موضوع اللي هي صح الشمولية وعلى قاعد أخذ كرسات قاعد أطور نفسي لأنني أعرف أن في شي مو ضابط معي في الأسنان يعني ممكن أن أتكلم عنه بس خلاص وصلت قناع وضوح تام أن أنا ما كاني مو هنا مو في العيادة و حطيت لنفسي حد كتبت ذكر المذكرات كنت كاتب في التاريخ الفلاني إذا أنك ما لقيت شغل أو فرصة غير الأسنان قدم استقالتك حطيت رماندر مرة ثلاث شهر كنت قاعد أحاول وأسوي وأخذ كرسات وأجرب أشياء رن المنبه بعد ست شهور رحت عن المديري قلت لأسمع أعتذر ولكن لازم أقدم استقال زعل مرة زعل تفاجئ قال لي ريان الناس يتمنوا يعني يكونوا وهم بدوا يعطوني مسؤوليات لأنني انتقلت مستشفى ثاني في الحسا وخلاص واضح أن كنت الحين شوي شوي يعني بيصير لك مكان كويس في المستشفى قال لي ريان اش دعوة قال لي فكر قال لي خذ شهر فكر قال لي خذ سيكليف قال لي ظهرك يعورك وكذا خذ أنا يعني روح خذ موعد وبس جيب لي الورقة دي خذ قال لي خذ light duty بعد أن تشتغل كم ساعة في اليوم بس خذتها بعدها رجعت رجلتها والله خلاص أنا أنا صريح مع نفسي وقال لي الله يستطيع لك ثلاث شهور وقت اللي هو البروبيشن ومو البروبيشن اللي هي لأن عادة اللي هي فترة الاندار بضلت لأن آخر شهر أي اللي لازم شيزك كذا بالذات في الأسنان أو في الطب أو أي شي عندك مرضى عندك خطط علاجية لازم تقفلها فتبدأ تقفل ملفاتك وإذا جاء شخص جديد تبدأ تعطيه الملفات وبعد ثلاث شهور خلاص تقدر تسوكل الله فبس بعدها انتقلنا إلى مرحلة جديدة في الحياة وشي اللي حسيت بشي تقول أن الأسنان طلعت ما هو الشي اللي يناسب والله عبد الرحمن فيه أشياء كثيرة بس مثلا كنت دائما لما أجلس مع المريض وطبيب الأسنان علاقته قريبة من المريض تجلس معه قدام حتى ما في مكتب بينكم ومن الجلسة الأولى يمكن يبدأ يعالجك فكنت قريب جدا من المرضى ويجوك لأن عندهم ألم التهاب ضرس مكسور شي تجميلي تمام لما كانوا يجوني كنت أنا أشوف مشاكل ثانية مشكلة في نمط الحياة مشكلة في التنفس مشكلة في الأكل مشكلة في الوزن أشياء أنا قاعد أشوف بني آدم عنده أشكاليات أهم من هالألم البسيط اللي ترى ينحل الحين يعني ما هو بشي صعب وحتى الألم هذا جاك بسبب ممكن نمط حياتك احتمال كبير فكنت ألاحظ أني دائما أقضي وقت كثير مع المرضى أكلمهم عن الأشياء هذه طبعا الممرضى تزهك والعيادة ما يعني في الأخير العيادة تبقى كتحرك يعني في منها جانب البزنس لازم ندخل فلوس للعيادة في جانب اللي ترى في عندنا لستة مرضى فلحظت أني كنت في المكان الخاطئ قاعد أحاول أعطي شيء للمريض بس هو أصلاً مو جاي بغا هذا الشي تمام نصلح لي سني وخلني أتفاقي نار الله صح؟ ومديرك يقول لك بالله باك تشوف عدد معين من المرضى والجانب البزنس يقول لك ليش ما دخلت زي فلان صح؟ فبعد فترة بدأت أضايق من هذا الشيء وقلت يعني أحس أن في شيء أقدر أقدمه لهذا الإنسان قيمته أعلى من الشيء اللي أنا قاعد أقدمه لياه وأنا متأكد أنه فيه سقف وصلته فيه سياق آيات الأسنان أحب طبل الأسنان جداً ممتع وفيه يعني الحلو فيه أنك تشوف نتائج سريعة بس ما كان ما كان قاعد يغذي الشيء اللي فعلاً كنت اللي قاعد أسعاله هذه من الأشياء فيه موضوع صحتي أنا بدأت تتأثر شغل الأسنان متعب على الجسم دائماً شغال بيدك دائماً تناظر تحت مهما حاولت أطبط جلستك ولا تجيب النظرات هذه اللي فيها المكبر جبت كل شيء كتفك يؤلمك أسفل الظهر ركبك وبدأت أناظر أشوف الدكاترة اللي يعني في الأربعينات خمسينات عمليات علاج طبيعي نمط حياتهم متغير ما عاد زي أول يسوي رياضة وكذا فشفت شفت مستقبلي يعني ناس يعني كانوا لما كانوا صغار على الأغلب كان نمط حياتهم أفضل من كذا وبدايت حس ظهري يوجعني لما روح أتمرن بعد الدوام كتفي آخي مو مضبوط يا بس طول اليوم شات لأنك تشد اللثة ولا تشد الخد ولا اللسان عشان وانت تحفر ما تصيب الأنسجة اللي حول الأسنان فلاحظت أنه كتفي اليسار راح فيها نعدم فكان في جانب صحتي أنا فنمط حيات المريض ونمط حياتي أنا ما تقول ترى أنا ما تفعل يعني بس يعني 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 بعمل شما كل فكرة كلامك سليم بس الحين أنا لو بطلع يعني يعني الحين جلس فكر مكانك وقت ما في شي يسمعه يعني طبيب مهتم ب نمط الحياة ما في هذا هذه الفكرة العام يعني حتى لو بروحي لطبيب الأسرة ولطبيب عام وفي الخير يهم شيء معين يعني بس يعالجك قبل يوديك للأخصائي والاستشاري المعين اللي يعالجك فما هو هدفه ضبط سلوكك ولا ضبط صحتك العام ما عنده ذي الفكرة ما عنده مم مم موجود يعني ما في مكان أحد يروح له صح وآتك أعتقد ما في أحد ما تم يروح لأي مكان سي كبير صح ايش اسمه هذا الشيء صح ايش الخدمة ايش المنتج ايش المكان فاكتشفت أني أشتغل على الموضوع ما هو موجود تقريبا أو موجود بأشكال مختلفة فأول فكرة جات في بالي وبدأت أشتغل عليها فكرة حل تقني تطبيق كنت أبقى سوي تطبيق سميت على وقتها كنت مسمي كنت مبسوط الكلمة جديدة الحين الكل يستخدم حتى عندي ميند ماب كذا مسوي كاتب لونجبتي أب ننزل خطة كذا أول شي نجمع بيانات خلي نقول النوم أبغى جمع سلوكيات هذا الكلائن أبغى جمع مدري بعدين أبغى التطبيق الخوارزميات أو أي شي يطلع لي مثل الربورت هذا الربورت يستخدم العميل يفهم نفسه يفهم نمط حياته فهذه كانت الفكرة البدائية قلت قدام خلاص بديت أدخل عالم اللي هو تسمع منشآت فالعالم الريادي لقيت منشآت قلت والله لو رح أحضر كورسات وحضر كورسات مين يسار أبغى الحين أصنع تطبيق ولا أعرف شي أنا في التطبيقات ولا شي تعرفت على واحد صديق عزيز السادة علي زهراني كان يعطي كورس على كيف تبني دراسة جدوى ذكر جلس معه في الكورس جتني أفكار كثيرة كذا بدان دقيت عليه بعد تقريبا شهر من الكورس دقيت عليه قلت لسمع أبسوي تطبيق سافرت هلل جد جلسنا مع بعض هو على أساس استشارات جلس معه وقل لي الفكرة قل لي الفكرة وعيونه تفتح كذا قال لي ترى الفكرة قال لي فيه فيه شي مميز وبس وبدأنا ودخلت كورونا هذا أتوقع فيه ناس كثير قالوها في البودكاست خربت أشياء كثيرة يعني أنا كنت يعني من جد خلاص هذا الشيء اللي كنت أبقى أسوي ففي في الفترة هذه بدأت أنا قلت أوكي ما أقدر أبني هالتطبيق الآن أبصير أنا التطبيق أوه فبديت أنا أتعمق أكثر في النوع بدأت أنا أتعمق أكثر بالتغذية بالأشياء الشمولية بدأنا اكتشفت التنفس قلت يلا أخذ كورس تنفس اكتشفت كورسات تأمل صرت مدرب تأمل ما أبغى أصير مدرب تأمل أبغى بس أبغى المعلومات دخلت كورسات كثيرة قد أثقف نفسي وأقرأ وأبحث وصممت لي برنامج سميت إنسجام صرت أشي يسوي وطبعا في فترة بدأت أكتشف الأجهزة الذكية مثل الووب توقع عندك ووبا صالي الحين تقريبا خمس سنين لا بس الأجهزة الثانية الجهاز السكر لا بس واحد هذا الشي اسمه الدكس كوم فيه ثنين فيه دكس كوم وفيه فريستال ليبري المدة أول شي واحدة 14 يوم وطبعا أنك جربتها 14 يوم والثاني 10 أيام فيه تفاصيل بسيطة يقولوا دكس كوم ممكن يكون أدق وأفضل لمرض السكر لأنه يعطيته نبيهات واشياء زي كده بس الحين صراحة المنافسة بينهم يعني قريبة جدا لأنه جد فترة كان دكس كوم يرسلك المعلومات بدون ما تسوي سكان الثاني لازم كل شوي تسوي سكان الحين الأثنين بشكل تلقائي أنا الحين جوالي قاعد يجمع ليش أنا استخدمت هذا الجهاز لأنه الحين بوصل لك بنيني التطبيق وهذا الشي اللي يصير مع تطبيقنا الثاني ما يصير عشان كده حولت قلت زمان أحب الفريستال ليبري استخدمت كثير كثير يعني يدي منقطة من كثر ما هذا انت ماشا يعني الحمد لله ما عندك مرض سكري الحمد لله الحمد لله هذا الجهاز بنصب لي سوى نقلة نوعية أحب الأجهزة ذكية أحب الأجهزة اللي تعطيك عمق في صحتك تفهم تفهم جانب يعني مختلف شيء أنت ما تشوف وش أعطيك غير السبايكس وش أعطيك بالنسبة لك يعني وش في يدك في نمط حياتك أو في فهمك صحتك فيه أشياء كثيرة تبين أن نخش فيهم الآن طيب جهاز السكر الآن إحنا بنرجع آخر شيء نعندك التطبيق هذا اللي بنرجع له أي صرت أنا التطبيق أنت التطبيق بس من الأشياء لما أنا كنت أبحث في موضوع التطبيق هو بصير أنا الشخص اللي حلل البيانات لقيت هالجهاز قلت حلو أنا أحب أجرب تسمع ب N يساوي واحد N equals 1 التجارب يقول لك التجربة هذي كم شخص فيها N equals 100 في مجموعة ناس أونلاين كذا يسمون نفسهم N equals 1 لأنك أنت الوحيد في التجربة فبدايت تجربة تسكر ركبت الجهاز أخي انصدمت وش كنت أبغلتها أبعار أول مرة أبغى معلومات بس أبغى معلومات أبغى أشوف السكر في دمي ما عمري شفت سكري على مدار 24 ساعة أسوي فحص بين فترة وفترة ويجيني الدكتور يقول لي أمورك طيبة توكل على الله بس طيب في شيء بشكل يومي قاعد يصير فضول ركبت الجهاز وبدايت أقرأ وأتعمق في موضوع السكر وكذا بدأنا اكتشفت أن السكر يعني يتغير تأكل شغلة قفزة تأكل وجبة ثانية ما في قفزة تسوي رياضة قفزة تسهر اليوم اللي بعدها السكر ما هو مستقر فلاحظت أن كل سلوكياتي وتصرفاتي ونمط حياتي أشوف أثر مباشر على عامل بيولوجي اللي هو السكر يعني السكر بس قاعد يعطيني علامة من العلامات الكثيرة اللي موجودة في الجسم في مؤشرات كثيرة طبعا أنا مو شايف الهرمونات مو شايف التقلبات بس في جهاز سمح لي يشوف شيء واحد اللي هو السكر وإذا هذا الشيء الواحد جاس يتقلب أكيد الباقيات تتقلب يعني عليك وبعدين لما تبدأ تتعمق تكتشف أن السكر اللامير ارتفع بسرعة في هرمونات تتأثن السكر اللامير ينزل بسرعة الجهاز العاصبي ممكن تتأثن كده فتبدأ تشوف أن تشبك الأشياء مع بعض الوجبة هذي تسوي كده النوم يسوي كده أنا مودي مو بضابط اليوم لأنه يمكن سويت كده فدور على هال اللغز فلما ركبت الجهاز خلاص دخلت جو اللي أبو أجرب كل شيء أبو أشوف شبي يسوف السكر وأتوقع أكيد أنك عشت تتجرب وتصير حجة صير حجة أوه أجرب أسكريم أجرب بيت ففعلا ركبت يلا ثلاث تمرات على الريق صح هذه أكثر شيء يعني الناس يقول لك لأ زين لأ مو بزين سويت لي قفزة خرافية كل حين في موضوع مهم لأنه سويت لي قفزة لا يعني إن ما هو صحي فيه اختلفات جسدي كثير فيه ناس ممكن أكلو ثلاث تمرات على الريق وما تسوي قفزة يمكن البنك رياس عندي أنا يعني ما هو بجودة بنك رياس شخص آخر ممكن العمر ممكن الوقت هنا ممكن أتكلم على الساعة البيولوجية فأكلت التمرات قفزة أكلت موزة أكلت وجبة أكلت رز فقلت الموضوع هذا ترى مهم قراراتي اليومية قاعدت تأثر على شيء جوة جسمي الدم دمي السكر الطاقة للمزاج فسنة كاملة وأنا أركب بالجهاز وأختبر شيء على نفسي وأقرأ وأبحث وأركب على أخويائي لازم ما يجي أخوي إلا أركب لأقول welcome to the matrix واللي لاحظت لما بديت الحين خلاص بالنسبة لي اكتشفت أشياء كثيرة لما صرت أشتغل مع أخويائي لاحظت ردود أفعالهم لما يشوف القفزة عيونها كذا تتفتح قل ليش السالفة ليش هذه بنسبة لي كانت جتني فكرة طرح فيه فرصة فرصة تغيير سلوك هنا تعفلما المواحد يشوف الشيء وينفجع فرصة أن يتحرك صغير لنا كثير تروح مستشفى تسوي فحص دم وفجأ تشوف كوليسترول عالي الدكتور يعطيك كلمة تجي تقول لا 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 لازم لازم يلا يبدأ مثلا واجبات صحية باب بروح تشترك في نادي لأن السلوك أصعب شي البيهيفير أن الواحد يقول أنا أعرف أن هذا صح وبسويه مرة صعب فشفت أن فيه هنا فرصة واحد عيونه تتفتح زي كذا ويشوف أثر قراره على مؤشر جوى جسمه فرصة وشان القفزة القفزة الحين لو تاكل أي شي يتحول إلى غلوكوز رح يدخل الدم وشوي شوي يرتفع السكر على حسب كمية الشي اللي أكلته وعلى حسب بساطة الشي اللي أكلته يعني لو كربوهايدرات بسيطة غير الكربوهايدرات المعقدة فلو قلنا سكر في موية أبسط شي ممكن وشربت هالكاسة موية اللي فيها سكر عملية الهضم بتكون سريعة ولا شي فبينتقل من الجهاز الهضمي للدم الآن الدم كمية السكر ترتفع فيه لو شي جدا يعني خلنا نقول الكاسة الموية هذي اللي فيها سكر بتولي قفزة لأنه فجأة أنت ضخيت كمية سكر عالية على الدم فبتشوف قفزة وإذا البنكرياس عندك شغال بينزلها تمام إذا عندك اشكالية سكر بيرتفع بيرتفع ما بينزل وبيكون في مستويات خطيرة الدم مفروض ما يكون فيه سكر فترة طويلة في لفل معين صحي فلما السكر يرتفع بسرعة وينزل بسرعة لها آثار كثيرة سلبية سلبية نعم أولا يعني كمصدر طاقة انتش استفدت سكر طلع ونزل لو أنت يعني أكلت هالتمرات عشان تطلع تسوي رياضة يمكن يعني أعبيت بنزين بزيادة يمكن كانت التمر تكفيك مثلا بس كثرة القفزات على سنين أشهر وأسبيع وسنين وفترة طويلة من حياتك يصير فيه نوع من الإرهاق للبنكرياس وتصير قدرتك على التعامل مع السكر الأقل الجودة تقل وهنا في ناس يعني من كثرة ما تصير هذه القفزات وغير النمط الحياة وأشياء كثيرة يوصل مرحلة ممكن يوصل ما قبل السكري وبعدين يدخل إلى السكري لا سمح الله الله يشوف الجميع فبس مت بدت المشكلة زمان قفزة 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 بكرة قفزة 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 اليوم اللي بعدها قفزة قفزة كم قفزة صارت لك اليوم ترى متعب على جهازك الأجهزة كلها فطبعا شيء المثالي أن السكر يتدفق شوي شوي للدم البنكرياس يطلع الأنسولين بشكل مناسب يتعامل مع هالسكر يستفيد منه يبدأ يرتبه يبديه العضلات الدهون أي مكان يحرقه يحوله إلى طاقة هذا شيء طبيعي وسلما تعبي بنزين أكثر مما تحتاج قفزة فجسمك يتوتر ليش ما يبقى سكر في الدم يعني الموضوع الحين صار توتر داخلي فأنا لازم أنزل فتصير عملية إنزال السكر فينزل بشكل حاد بعد هذه النزلة يقولون عادة أن تسبب لك ثلاث أشياء أول شيء تحس بجوع عشان كذا لو تاكل حلة بعد نص ساعة جعان تسبب لك جوع الشيء الثاني ممكن تسبب لك خمور أو نعاس عشان كذا إذا كثرت رز بعدها لا آزم راح يحط راسه ينام شوي تسبب خمور الشيء الثالث الكثير ما ما يلاحظوه ممكن تسبب توتر ليش؟ لأن الحين أنت تخيل جسمك السكر فجأة قاعد ينزل بشكل سريع يعني الوضع خطر لأن إذا نزل بزيادة بيغم عليك فجسمك يحتاج أن يحول على الجهاز العصبي التحفيزي أكثر اللي هو سمبثاوي سمبثاتك فيرفع نبضات القلب يرفع درجة الحرارة لازم يتعامل مع الموقف عشان ما يغم عليك صح؟ فش اللي يصير؟ جهازك العصبي يصير محفز نبضات قلبك ترتفع ففي ناس كثير ما يلاحظوا أن قفزات السكر مع النزلة السريعة تسبب لهم إشكلية في المزاج إشكلية في التوتر طبعا إيش القنبلة القنبلة كذا اللي جبت شيئين مع بعض قلنا السكر حط معا كافيين هذا أنا بالنسبة لي أسميها القنبلة ما أقوله؟ وغلب الناس لأنه ما يضبط لما بعد بالضبط الناس يعني مدمنين هذا الشيء لأن الكافيين إدمان وسكر إدمان حطهم مع بعض إدمان خرافي بس إيش الأثر؟ السكر خلينا نقول أكلت مثلا كيك مع قهوة على الصباح في ناس هذا مزاوجهم على الصباح حلو أكلت الكيك أشربت القهوة السكر الحين سوالك قفزة ارتفع بسرعة لأنه ما فيه ما فيه بروتين ما فيه دهون ما فيه شيء يعني سكر على الدم ارتفع بشكل سريع فجسمك قال خلنا نزله فنزله بشكل سريع فالحين دخلت فيه مودة اللي هو توتر شوي لأنه الحين نازلين وجسمك خايف نوعا ما فنبضات القلب تزيد طب الكفين ايش يسوي يرفع يرفع نبضات القلب يحفز الجهاز العصبي ففيه ناس كثير متوترين بسبب هذا هذه القنبل الصغيرة وكم مرة في اليوم قهوة الصباح مع كيك واحد ضيفك قهوة وعطاك تمر رحت البيت على الماشي خدت لك شيء كده حالي ويمكن شربت بيفسي الكفين مو بس في القهوة خدت لك فنجان شاي مع الشباب ووالله طلبوا بيدز كم مرة في اليوم هذه القنبلة انفجرت بعدين الناس يتساءلوا ليش متوتر ليش ملي قدر انام مدي ليش المود مو تمام ايه فيه حوة سجورة صغيرة للأسف يعني هذا الشي أنا شوف نمط حياتنا بالذات في السعودية وكلنا عارفين يعني فيه لخبطة يعني لو نكون صراحين نمط حياتنا المعاصر فيه مشكلة من الأكل اللي ناكله من المنبهات اللي ندخلها جسمنا من احترامنا للساعة البلوجية متى ناكل متى ننام متى نتحرك من الشاشات والإضاءات وتعرضنا للشمس ولا تعرضنا للظلام من التحكم بالجو بالمناخ بردان شغل دفاية حران شغل مكيف فيه شكريات كثيرة ولكن خفيفة ما تنشاف بس تراكمية تتراكم تتراكم زي السكر قفزة 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 غير الأشياء الثانية تتراكم تتراكم وبعدها ما تنشوفها إذا تقدمت تقدمت تبدأ العلامات اللي هي أعلى شوي صوتها أعلى تجي فجأة تلاحظنا مثلاً ما سرتك تتمرن زي أول في شي يتغير مودك يا أخي ما يضبط إلا إذا سويت طغوس معينة ولا رحت الدكتور الدكتور مو مر مبسوط بفحص الدم حقك تبدأ كذا أشياء ضايقك وإذا استمرين على نفس نمط الحياة وطبعاً نمط الحياة للأسف يعني ما بقل يزيد سوءاً ولكن لو واحد كل ما زادت المسؤوليات والعمل وال يعني كر في الحياة يلاحظ أن الانسلام بعد فجأة لا سمح الله سكري مشكلة في القلب لازم تأخذ أدوية والله الدكتور قال لك أنت ممنوع من هذا الشيء أنت لازم لازم تمشي صار المشي إجباري إجباري فطب متى هالكلام بدأ اليوم اليوم شغالين إحنا كل واحد فينا اليوم أكل شيء سوى شيء فيه تصرف قاعد يتراكم فهدفي لما أتكلم عن التطبيق أو الصحة الشمالية أو غيرها أن نجمع هذه البيانات أنا أبراك تشوف أبراك تشوف أبراك عيونك كده تتفتح أبراك تشوف أثر تصرفاتك بس ترى أنا مو جاي يقولك ترى غلط ترى صح ترى أنت عارف ما في معلومات جديدة يعني الوقت اللي احنا فيه ما هي مشكلة معلومات معلومات موجودة هي مشكلة هل المعلومة هذه ناسبني وإيش المعلومات حكتي أنا اللي تخصني فالفكرة دائما في البداية جمع البيانات أنا أبراك أجمع بيانات أبراك تشوف نومك أبراك تشوف السكر أبراك تشوف أثر وجباتك أبراك تشوف نمط حياتك كترتيب وقت ساعة بيولوجية وشيازي كده أبراك تكون واعي لهذا الشي حياتك يعني تخيل عبد الرحمن لو قلت لك بشغلك فيديو الحين حياتك الأسبوع الماضي تجرس كده وتتفرج عبد الرحمن صح من النوم قام تروش شرب قهوة تتفرج كده لو تفرجت على الأسبوع كامل هل بتكون راضي على جميع تصرفات عبد الرحمن الله أعلم الله أعلم بس ممكن تصيد كم شغلة تقول والله تصدق كل يوم أنا قاعد سوي تصرف ذا لكن أنت الحين طلعت أنت الحين شخص ثاني قل والله تعفل وضبطت هذا شيء يمكن يومي يتحسن صح كنت تقول والله تصدق هنا جلست على جوالي نص ساعة كان يمديني أبدل وأروح أتحرك فتبدأ تكون المحلل والمصمم فهنا ممكن حتى لما تشوف أثر يعني يمكن أنا ما أشوف أني جالسة جوالي له أثر مثل لو شفت أنه ليسبب لي هذه المشكلة بروح تشوفها وارجة غيرها وارجة تبي إثبات صحيح يعني أنا لو الحين ورعتك أثر وجبة أنت تحب تاكلها كل يوم أثرها على السكر يمكن تغير رأيك تقول صح الوجبة جيدة بس خلني خليها مرة في الأسبوع وفي ناس فعلا عندهم تصرفات يومية ممكن قاعدة تسبب لهم مشكلة راكمية نسو نرجع ونقول هذا الهدف جمع البيانات بعدها نبين البيانات أجلس أنا ونت ويلا نتفرج أوريك السكر وأوريك يعني هذي ممكن أقولك في تفاصيل كيف نسوي الأشياء هذه مثلا يقول شوف هنا صحيح يتمنى النوم شوف جودة نومك إيش كانت الديب سليب والرم سليب وغيرة هنا من أول ساعة في اليوم أنت شربت قهوة بعدين أكلت الوجبة دي بعدين صارت القفزة بعدين صار الكراش بعدين هنا عندك فترة طويلة ما سويت شيء ما أكلت ما تحركت وقعت تشتغل بعدين أكلت وجبة دسمة بعدين سهرت بعدين شوف النوم ما شو صار فيه طيب شوف اليوم اللي بعده حلو؟ لأن الأثر مو بس تشوفها في يوم واحد نحن نحسب نصحة النام ونصحة وخلاص بدأنا يوم جديد لا 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 فيه الأشياء اللي قاعدة تدفها ترى تأثر على اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده ويصير شيء تسمع بالجتلاك لما الواحد يسافر لما أحد يسألني على سعر بولوجية دائما نقوله جتلاك الأثبات أنه فيه نظام جوه يحب الوقت ويحب يحترم الوقت لما تسافر من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى تلاحظ مودك موت أمام نومك ملخبط تحس أنه تحتاج يومين ثلاثة عشان تزين الأمور وفعلا فيه دكتور اسمه دكتور ساتشن باندا في موضوع الساعة البلجية عنده كتاب اسمه The Circadian Code رهيب يقولك الإنسان يحتاج ثلاث أيام تقريبا عشان يضبط الساعة البيولوجية بعد السفر حلو وبعدين ذكر شغله يقول فيه شيء أحنا أسبوعيا نسويه نفس أثر الجتلاك سما Social Jet Lag اللي هو الجتلاك الاجتماعي تلحين تبدأ أسبوعك يوم الأحد اليوم بداية الأسبوع ومرك تمام تصحى بدري داوم عندك روتين اثنين ثلاثة أربعة خميس خميس تبدأت تتغير الأمور صح؟ صحي سهرة طلعة عشا متأخر كثرت كافيين عادي بسهر لنا ما عندي داوم بكرة هذه أول دفة للساعة البلجية اللي نسويتها دفيتها شوي الكافيين دفها الأكل المتأخر أثر عليها دخلت على يوم الجمعة بداية يوم الجمعة غير باقي الأيام صح؟ صباح يوم الجمعة معروف عند الكل صعب أنك تصحى بدري يعني زين الواحد يصحى يغسل ويروح يصلي صح؟ بعدين يوم الجمعة يمكن تصحر بعد يمكن فيه طلعة يمكن فيه سفرة يجي يوم السبت عاد ينام يمكن يوم السبت تصحى على الظهر صح؟ كثير أصم فيه ناس يناموا للعصر يعني بعدين يوم نحد شفي؟ دوام فغصبا عن جسمك سواء مبسوط أو مو مبسوط بتقوم إيني بتقوم رأي دوام ترى فيها خصم تمام؟ وكيف بقوم جسمي؟ أبدخل المنبهات ما كفت المنبهات أبدخل زيادة حلو؟ اللي أن ما غصبا عنك تبدأ يوم الأحد هذا الأثر دكتور ساتشن يقول نفس أثر السفر فصار لك فتحتاج كم يوم عشان تعدل؟ يومين ثلاثة أحد اثنين ثلاثاء ثلاثاء بدل المود يتحسن ما دل لو تلاحظ عادتها ثلاثاء أربعاء مود للشباب في الدوام كويس يبدو الناس يضحكوا وكذا فيه اللي مشغل فيروز على الصباح وكذا يدي الخميس يرجع السبوعيا وهنا ما قلنا نتكلم عن قفزة سكر ما قلنا نتكلم عن جودة نوم ولا صحة نفسية هنا تكلم بس على احترام نظام الجسم اللي هو ساعة البلوجية والحين لعله بكرة رمضان فبيجي يعني التغير الحقيقي فعلا السعي فبيجي ما ديش يصير فيها أصلا بحيث أنه كل الناس تصير تنام في النهار مدة شهر كامل يعني أزمة طبعا قد تكلمت في حلقة كاملة مهتم مع دكتر حمد بهم بشرح كثير وهو مهتم بالنوم جدا أيوه فهذه للاستزازة حسن في حلقات كثيرة على الماضية بس وعلى القفزات نذكر فيها أحد قال أن كثرة القفزات للدم أنها تقصر من عمر الإنسان يعني ممكن يعني أحنا الحين لو نتكلم عن موضوع الهيلث سبان واللايف سبان فيه ناس كثير الحين صاروا يستخدم هذه الكلمة لأنه صار فيه وعي جديد يقول لك اللايف سبان وأتوقع دكتور آدم بطاينة يعني ما شاء الله يعني البودكاست كان ممتاز يقول لك اللايف سبان إلا ما تبقى تعيش صح العمار بيد الله ولكن على حسب تصرفاتك وسعيك لك أحد تمام الهيلث سبان اللي هي كم نسبة الحياة الكريمة الصحية في هذه الحياة الكريمة بالضبط فالهدف أننا ندف الهيلث سبان قد ما نقدر فشيء زي قفزات سكر واحد يقول لك يا عمي عادي بس هذه زائد الساعة البلوجية زائد زائد النوم زائد التحديات النفسية والسترس قد تأثر على هذا سبان ممكن فعلا توصل لعمر يعني سبعين ولكن آخر عشرين سنة من حياتك ممكن تكون جودتها طعيفة جدا فالهدف فالهدف أننا نحن نعيش حياة كريمة يعني وانت عشان هذيك تصير تمام يبغى لك تبدأ من اليوم من بدري بدري بس بس وش إذا بناخذها واحدة واحدة بناخذ الساعة البيولوجية وش اللي انت وامني عشان تصير حياتي أحسن لأن مثلا مسألة يعني وديناك تقول لأشياء الناس قد تسوي حكيت يعني زي نحن بيجي للسكر وهذه نحن بيجي قهوة وتمر مع بعض يعني أنت تطلب مستحيل أكيد أكيد بس النوم يعني أنا بيأسهر مع أصدقائي مثلا نحن بيجي رمضان يعني لا تطلبني ما ما أجلس إلى الساعة ثنتين أو ثلاثة للفجر يعني سحور يعني أصلا الأهل والأصدقاء كلهم ما يسحن أو ما تبدأ الحياة في أحسن كل الدول الإسلامية والعربية ما تبدأ الحياة لبعد المغرب يعني ما قبل المغرب يعني هي كذا على نمط حفظ الطاقة بس أنت تمشي تخلص الأشياء اللي لابد أن تخلصها بدي تبدأ الحياة خصوص الحياة الاجتماعية ما تبدأ لبعد فهي وقت قصير فهي ازداد فيها السهار وتتغير نمط الحياة فأنا كيف ممكن أضبط هذه سواء إذا رمضان تبقى ناخذها بشكل بسيط ومن ثم كيف أقدر أخذها لنمط الحياة الثانية يعني إذا الأصدقاء يسهرون يوم خميس في الليل يعني مثلا أهلي ناجتماعي كل ليلة خميس فأكيد أنك تسهر أكثر من اليوم الثاني صحيح فما أقدر أمنع حياتي الاجتماعي ولا أقدر أجبر كل المجتمع أنه يجي لرغباتي الشخصية وهذا هو التحدي صح؟ هذا هو التحدي الكبير يعني ممكن نمسكها يعني حتى الحياة الاجتماعية مهمة أنا أشوف أنها جزء من الصحة الشمولية أنا يكون عندي علاقات عندي ناسي بناس أجلس معاهم يحسسوني بأهمية أحسني سعيد معاهم ترى هذه فيديوانا بصحية صحيح؟ فبس كمان نازم نكون صراحي أنت قد تدفع ضريبة لما تقرر أنك مثلا تبغى تسهر الليلة عشان تقضي وقت يمكن جميل مع الأصدقاء تعرف أنت قد تدفع ضريبة النوم صحي إذا ما عندك مشكلة وقيمة هذه الجلسة أعلى من قيمة الصحة هنا فهذه أولوياتك فأحس تحديد الأولويات هنا مر مهم يعني أنا إذا أهم شيء بالنسبة لي أهلي وفعلا من أهم الأشياء في حياتي فأنا مستعد أدفع ضريبة وأنا مغمض صح؟ أذكر مثال إن لو قلت لك لو واحد قال لي ريان أبشتري عينك أو عيونك ب مليون مليار قل له لا لا شكرا نعمة العين هذه صحة تيلا لأن أولوية الصحة عندي عالية أو مرتفعة بس إذا جاء وقال لي ريان أبا أخذ عيونك عشان أنقذ حياة والدتك قل خذ 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 عيوني بدون تفكير ليه لأن بالنسبة لي الوالدة أهم من صحتي فإذا الأولويات عند الشخص واضحة فلازم يبنيها على نمط حياته فلما تيجي تشوف نمط حياتك تقول والله هنا أنا أبغى أقضي وقت مع الأصدقاء أولوية ما عندي مشكلات فع ضريبة هنا بس كن واضح كن صريح لأن في الأخير أوكي كل واحد يبغي يعيش حياة مبسوط بس في نفس الوقت يبغى صحة كيف توازنها فأحس هنا الشخص لازم يكون صريح ما نفسه تعرف المعلومات الصحية واضحة تعرف أن السهر ممكن يأثر عليك ولكن إذا في شيء قيمته أعلى بنسبة لك هذه أولوياتك في الحياة وش أنت تسعب كيف تتعامل مع هذه التحديات والأولويات طبعا أولوياتي واضحة جدا وطبعا زي ما قلت الوالدة عندي من أهم الأشياء فإذا في شيء لازم أسوي للوالدة حيأثر على صحتي ما عندي أي مشكلة ولا عندي أسهر طول اليوم وأشرب كافيين لبكرة ما عندي مشكلة لأنه في قيمة أعلى يعني صار الموضوع ذات هافة صح لأن هنا في شيء متجاوز يعني ما هو الحياة هذه البسيطة ولكن أعرف أني أنا أبغى أكون صحي قوي وقادر أني أعتني بوالدتي مثلا أو أني أعتني بأهلي أو يوم الأيام عيالي عندي رغبة أنه لما يكون عمري خمسة وسبعين ثمانين أول شيء مخي شغال أنا بالنسبة لي هذه من هم الأشياء يعني لو حطيت أولويات الصحة وحط لك الصحة الذهنية أو العقلية من هم الأشياء فودي أني أقدر أتذكر صح ودي أتذكر رحلة البراشيوت ودي أني أقدر أسولف مع أحفادي وأقول لهم تعليم اللي صارت في حياتي ودي أني أقدر أكتب وأقرأ ممكن أصير كاتب فعشان أوصل هذه الرغبة في رغبات اليوم لازم أضحي عنها صح فهنا أتوقع الواحد لازم يكون بالصريحة مع نفسه وبالنسبة للأكل نعم كيف تتعامل معها كيف الواحد يتعامل معها برضو خصوصا قلت لك مثلا زي حين خصوصا رمضان الأكيد أنك تفطر تستفتح في طورك بتمرات صح وبعدها قهوة فكيف الواحد برضو يوازن الأكل ومن تجربتك حلو طبعا عندنا رمضان وعندنا غير رمضان دائما إذا تكلمت عن رمضان شخصيا أحب دائما أقول رمضان شهر العبادة زمان كنت أفكر أوف أما أبغى أعضلاتي تنزل أبغى أحافظ على التمرين وأدخل بروتين شيك بعد ما أفطر نعم شهر عبادة فصار تركيز إن شهر رمضان ركز على العبادة تمام إذا تركز على العبادة ترمى مطحاتك بيكون مرتب تفطر بطريقة صحيحة تروح تصلي في المسجد ترجع تجسمع أهلك تأكل وجبة خفيفة تروح تصلي للترويح حركة ترجع تبقى تسهر أنت قاعد تسهر حين قاعد تضحك بصحتك لأجل الدين وعادي هذه أولوية عندك ما عندي أي مشكلة هنا أعلم الآن إذا ما سكنا الجانب الصحي في رمضان مثلا شهر رمضان اللي فات طبعا جهاز السكر ما وقف كنت أختبر فطور تمرة فطور ثلاثة تمرات فطور سابعة عجوة مبروم صفاوي تمور أول مرة أسمع عنها قمت أجربها لن أبقى أشوف أخي أش أفضل شي ناسب اكتشفت أن ما أحتاج أكثر من تمرة لما أوصل ثلاثة تمرات أنا شخصيا ريال في قفزة طب لا أتحرك أنا رايح أصلي وارجع وبجلس فمرة ثانية البنزين أكثر من المشوار فرق نوع التمر من تمر لاحظت أن أكثر شي ناسبني العجوة المبروم الصفاوي لحظت أن التمر اللي تجي كغامقة وناشفة هي الأفضل واضحة توقع لا والله طعمها زين لا والله طعمها زين السكري السكري عدد من اسمه سكري يرفع فصرت خلاص دائما أشتري لي تمر حقي خلي يعني دائما على الطاولة واضحة تمر أيام أفطر على مؤية وتمر أقوم أمشي للمسجد صلي أرجع بعدين شربة ضروري جدا البروتين هنا أدور على البروتين يعني بعد نوع يعني خلاص دخلت سوائل على جسمي أدور دجاج لحم أي شي فيه بروتين ودهون صحيح حتى أبوكادو ممكن الناس ما يحب يفطروا الأبوكادو مع أني أشوف أن شي مرة ممتازة بعدين بعد ما خلاص معدتي صار فيها كمية جيدة من البروتين والدهون تقدر الدخل للكربوهيدرات حلو وهنا هذه من التركات اللي صارت معروفة الحين يسموها طريقة الطبقات أو الليرينج في واحدة يعني الحين انشهرت موضوع الكلوكوز أكيد تعرفها جيسي إنشاوس بي اسمها غريب شوي بحط حسابه السكرة كتابها جميل جدا وأنصح أي شخص يقرأ يقرأ ه لأنه بسيط تقول لك دخل على جسمك أول شي البروتين والدهون وبعدين الألياف هنا الحين صار في شيء معقد جو المعدة فلما تدخل الكربوهيدرات أو السكريات امتصاصها حيكون أبطأ فكأنك حطيت فلترة فهذه حركة بسيطة جدا فلما تفطر في رمضان أو أي فطور أو أي وجبة دور على البروتين بروتين دهون ألياف لسه مشتهي الكار لسه مشتهي السنبوتة لسه مشتهي مثلا في واحد طالب بيتزا جنبك ودك تأخذ واحدة خذها بس على الأقل أنت خففت من أثرها طبعا في حركات ثانية إذا حسيت أنك أكلت الكربوهيدرات أو كثرت قم تحرك هذا حل بسيط أنا ترى في ناس يحسبوا أني ما أخربها أبدا في عندي وجبات أحبها إذا أكلتها على طول قم في عندنا سير في المركز أقوم أمشي على السير عشر دقائق بس كذا أعرف أني نزلت السكر شوي أو تمرين قبل كلما شغلت العضرات صارت العضرات كأنها سفنج سفنجت تسحب السكر من الدم فهي تركات بسيطة يعني ترى شوف التركات والتيبس كثيرة كثيرة كيف تسوي آيس باث كيف تسوي سونة كيف تأكل وتنزل السكر تركات كثيرة بس دائما أنا أسعى أن الإنسان يحاول يفهم جسمه أفهم اجلس وحلل لما تكتشف هذا نمط حياتك بعدها التركات بتكون مفيدة بس ويقول لك أنه خلاص يعني كفاية وين رايح أنا واحد يقيس هذا واحد يقيس يعني كثرة القياس قد إنها تسبب لك توتر مية في المية في ناس كثير الووب بعد شهرين يتركوا يتركوا ليش بالك يا أخي أنا ما بقى أصحك اليوم وأعرف أنه نومي سيء صح يأثر عليك نفسيا فأنا أشوف أنه هذه أدوات تستخدمها أنه تساعدك في فهم جسمك بدأ نتركها يعني بالعكس أنا أحب جانب الحس أكثر أنك توصل مرحلة أنك تعرف الوجبة هذه ضايقتك تعرف أن الموقف ذا أثر عليك هذه المهارات اللي تحتاجها في الحياة فأشوف الأدوات مثلا شخص زي هذا العالم حقي أنا أبحث وأطور وقد نشتغل على التطبيق فلازم أكون لابس هالشغلات جهاز السكر هذا الحين ركبته من كم يوم لأنه في مشكلة في التطبيق نبغى نتأكد منه مو عشان لازم أشوف كل شيء أكله وشيء أثر فيه خلاص صرت أعرف صرت المور بالنسبة لي ما أحتاج جهاز السكر المعلومة وصلت أدوات تساعد الإنسان أن يفهم جسمه ولكن الهدف الإنسان يعتمد على نفسه ويزيد الحس ويفهم نمط حياته وأولويات وإيش يبغى من هذا الدنيا يا رب طيب في حلقتين نسوأتها للأكل مع عمار العمار وغيسر السعود صحيح ويتفقون ويختلفون بس أن الشكل العام كل له طريقة في كيف يكون أكلك أفضل لصحتك أيهما تميل اللي تشوف شفت الحلقتين أيهما اللي تعتقدين أصح وأفضل صعب أنك تقول أيش الأصح الحلو أن الجهر واحد سواء عمار أو فيصل هدفهم إناش الإنسان يحسن نصحته فالطريق طريق نفسه ممتاز ولكن الأسليب مختلفة أتوقع في طريقة اللي هي السعرات ولأن الهدف واضح الهدف عندي رقم أو أنزله صح وزن أو أنزل إذا هذا هدفك فممتاز طريقة السعرات من أفضل الطرق احسب كم سعر أدخلت كم سعر أحركت وبدأ سوي معادلة ومع الوقت بتشوف الوزن ينزل ولكن تحتاج التوجيه مثل مع الدكتور فيصل بعدين في تفاصيل ثانية يعني مثلا أتوقع يمكن عمار والله أعلم يمكن ما يشوف أن السعر الوحدة زي السعر الثانية في فرق من السعرات صح أنه نفس الرقم ولكن يمكن الأثر على الجسم غير لأنه يتكلم ما شاء الله عن البكتيريا في المعدة والتفاصيل هذه اللي في ناس أصلا أول مرة يسمعوها فأنا أتفق مع الاثنين أميل أكثر للشيء الشمولي أنا ما أحب أني أركز على شغلة واحدة بس وأنسى الباقي فأهتم مثلا كل شيء قاعد يدخل الجسمي وأثر على الجسمي فأتوقع نظرتي شمولية أكثر فممكن تجمع بين الثنين أكيد ودكتور عمار ودكتور آدم بطاينة ما شاء الله هو تعمق حقه طبي ولكن يعجبني تفكيرا جدا الأكل العضوي غير العضوي ما في فرق بينهم بصراحة مار يعني في أشياء أثر طيب يمخطلة مثلا فيه دكتور همام يقول أنه ما في فرق في القيم الغدائية بسهل جربت نكتاك شيء عضوي ما بأضوي وتشوف إذا أثر على البعاء ما أتوقع أنك بتشوف أثر على السكر لأنه في الأخير أنك قد تدخل تفاصيل تفاصيل دقيقة في الشيء اللي قد أتوقع يعني بيض عضوي إيش الفرق بينه وبين بيض مو هو عضوي هل بيأثر على السكر ولا بيأثر على شيء ثاني إحنا مو شايفينه ما قلني قيسة فهل في فرق بين الشيء العضوي والغير العضوي صراحة معرف في شيء يودك تقيسه أو ما قد تقيسه ودك أن يجاهز له في شيء في المخ اسمه BDNF Brain Derived Neurotropic Factor وأتمنى أشوفه شو بطي لأني مرة مهتم بالمرونة العقلية والصحة العقلية ليش؟ لأنه من أول الأشياء اللي تعلمت عن جسمي سويت فحص جينات زمان اكتشفت أنه عندي قابلية لمرض مرض الزايمر أكثر من غيري أخفت لما تذكر قلت لك أنا لما أكون ثمانين في عمر ثمانين إن شاء الله ودي أكونهم صح صح فاهتميت كثير بالمرونة العقلية وصحة العقلية يسموها Neurogenesis وNeuroplasticity البلاستيسيتي هي الأكثر الممرونة جينيسيس هي تكاثر الخلايا العصبية فالBDNF يقول لك لما يفرز في الجسم يعزز الNeurogenesis والNeuroplasticity فكل ما رفعت أنت الBDNF كل ما شغلتين هذه يعني أعززتها طيب السؤال هو أيش الأشياء اللي ترفع الBDNF أنك شاء كثيرا أو شي تمسك الرياضة الرياضة إذا سويتها بطريقة صحيحة فيها مجهود عالي الدراسات تقول أن الBDNF يرتفع في خلال يمكن 14 ساعة على حسب الرياضة فخلاص واضح أنه في موضوع الرياضة وأثر على الBDNF عندي ركضة أسويها أنا ما أحب أركض عادة يعني رياضة الجري ما أحبها بس عندي ركضة أسميها ركضة المخ أو cognitive cardio نيتي لما أروح على السير أو برة للBDNF مو للأداء الرياضي ولا كم كيلو بكط هذه جرية المخ سويت اليوم صباح فودي أني أسوي جرية المخ وأشوف الBDNF طلعه أو نزل أتمنى في شيء يعني يبين لهذا الشيء فأترى الBDNF شيء خرافي توجه في شغلة ثانية غير الرياضة طبعا من أفضل أنواع الرياضة في دكتورة كمان رهيبة اسمها روندا باتريك فالمعنا بس أغلب الناس ما يحبوا يسمعونها لأنه تفاصيل 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 يعني دقيقة بس رهيبة تقولك لو لو سويت تمرين مثلا كارديو لمدة 30 إلى 45 دقيقة على نبضات قلب 85% من نبضات قلبك فممكن يكون زون فور على حسب كل شخص وبس تمسك على هال المجهود فاليوم مثلا حطيت جوالي شغلت نبضات قلبي وقمت أجري لأن ما وصلت عند 80-85 ثبتت السرعة بس 30 دقيقة ما توقف هذه تقول أنه ترفع البيضيناف بعد أنا أعزز هذا الشيء لأن يقولوا أن المدتاشن أو تمارين التأمل أو التركيز لا أحب كلمة التأمل كثير لأن هي فعلا أن صحة المخ والتركيز تعزز البيضيناف فأنا لما أفعل ركضة المخ ما أفعل ما في سماعات ما في موسيقى ما في شيء مركز على نقطة وحاول أن بس تركيزي على نقطة وحدة فأتحول شوي روبوت بس أجري في محلي مركز على نقطة واشوفنا بضغط القلب طلبت هذه جرية المخ بعدين في شغلات ثانية تعزز البيضيناف مثل الأكل في أكلات معينة مثل البلوبيريز التوتل الأزرق ممتاز يعني سهل تأخذ الكومشا تغسلها الحلو فيها الـ غلايساميك اندكس حقها أو غلايساميك لود لأثر على السكر كفاكها ما هو مرتفع مرة لأن في فواكه غلايساميك اندكس مرة مرتفع مثلا ثوائية أنا ناس منقة مرة ترفع السكر بستيجي على التوت والأشياء هذه فيها شيء حالي بس ما ترفع بنفس هذه دائما نقولها لأن الناس اللي اشتغل معهم إذا شكيت في الشغلة سوي سورش على جوجل غلايساميك اندكس الموزو البيضة الوتار فالتوتل الأزرق إيش كمان السونة التعرض للحرارة لفترة طويلة يعني بشكل مستمر ترفع البيضينا كمان طويلة كمان أتوقع درجة الحرارة لازم تكون ما بين إذن نمو غلطان 75 و 85 درجة مئوية والمدة لا تقل عن 15 دقائية طبعا ترى الدراسات على السونة رهيبة قل لك إذا سويت سونة كل يوم أفضل من الشخص اللي يسويها مثلا ثلاثة أيام في الأسبوع كل ما كثرت من السونة كل مكان أفضل هذه دراسة سوها في فنلندا لأن هناك تار غير لا يسباث بعض فيها فبس هذه توقف ثلاثة أشياء الرئيسية اللي بتأثر على البيدياف نرجع لسؤالك لو فيه جهاز يكون هذا الله أعطيك الصحة الله أعطيك شكرا لكم شكرا لوحاب موسى خلف الكاميرات وفيه التشجيل الصوتي عدم زمزي والهندس الصوتي محمد الحسن والتحرير جميل عبد الأحد والترويين عبد مجيد العرطاس وهي دارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السباعي ومنتج البرنامج أيمن الحمناتي هدف إنجان أحد منتجات الشركة الثمانية لنشر وتوزيع لنشر كل إنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل فوقاك في بالي سؤال اليو حقا يوم دلتنا في متخصص بالمرومة للعقلية أيوه يعني سألتك بس ما استزدت زيادة تقولنا أقدر أزيد التركيز عندي صح؟ خير إيه شنون أقدر أزيد التركيز عندي يومش الأشياء إذا فيه تمارين أو شرواط لأني أظن أني تركيز عندي مرة أو مختلفة فهو شنون أشياء اللي تسويها تعتقد أنها تساعد التركيز وهل أقدر نبقوا بالسعي فهل هذا المرور العقية يدخل من ذاكرة أكيد أي شيء أي ممارسة صحية قاعد تسويها قاعد تعزز من صحة المخ بتفيدك في الأمور هذه كلها فهو زي ما تكلمي عن البيدينف أي شيء بيعزز البيدينف بيساعد في الأمور هذه فمثلاً الرياضات اللي تمارسها الأكل اللي تاكلها كلها بيأثر بدأنا عندك جانب ثاني إيش الأشياء اللي قاعد تدخل على مخك المعلومات الكثيرة أنا أشوف أن المشكلة الكبيرة هالأيام هي تدفق المعلومات إلى داخل العقل يمن يوم تصحمن النوم تمسك جوالك مكالمهات فيها معلومات 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 فهذه تزيد من التشتت لا شك فعادة أشوف أن أول جزء من اليوم أول تقريباً خليناً نقول ساعة إلى ساعتين أفضل الممارسات البطيئة واللي ما فيها تدفق معلومات آلي فمثلاً كتابة أنك تجلس وتكتب بورقة وقلم مو بكيبورد هذه العملية بطيئة وبتساعد مخك في أن يبطأ السرعة شوي لأن التشتت هي سرعة عالية فتكتب هذه من الممارسات البطيئة القراءة نفس الشي المشي في صمت من أكثر الممارسات اللي فيها معلومات بطيئة ما قاعد تمشي ما قاعد تسمع شي ما قاعد تشوف شي حتى لدرجة ترى البودكاستات أعتبرها معلومات سريعة مقارنة بالكتب زمان كنت أحضر وثلاثة وكذا بس بعدين اكتشفت أني ما قاعد تفيد نفسي يعني قاعد معلومات كثيرة ما قاعد تفكر معلومة وراء معلومة فتوصل مرحلة لأنك ما في جانب تعرف لما تكون ماسك كتاب وتقرأ فجأة تنزل الكتاب وتسوي كده تفكر هذه مهمة هذه اللحظة فيه شي قاعد يصير جول مخ بس مع الشي المسموع تحتاج توقف تسوي باوز عادة لا يكمل وتتشتت وترجع وتتشتت وترجع فالممارسات البطيئة الكتابة من أهم الأشياء وشيء بسيط الرياضة والتغذية وبس والله أحس أن هذه الأشياء الرئيسية وانتبه من كثرة الممارسة منبهات والمحافزات مثل الكافيين لأنها تحفز الجهاز العصبي فتصير تتشتت بشكل أسرح أنا لاحظ أنها في هذه المرة سيئة تشتت يعني أحيان حتي يوجي أقرأ يعني قاعد حاول أني يكون عندما دائما ورد أقرأها دائما كل يوم لأنني أظن أنها حتى حركة عيني صادتها تشتت فأنا ما أقدر أمش إلى النهاية للسطر فأنا أروح لأن هذا السطر الشيء وليس أيضا أحد يمكن wir فإن أقرأ رواية مثلا و أقرأ كتاب لأنني لا أقدر أنا أقدر أنا أفهم لكن أقاد أشتغل على شيء لأنني أقرأ أريد أن ألقض أريد أن أدور على شيء أريد أن أقرأ حتى أرى هل أريد أن أريد هذا هل أن أريد فإن أريد أن أريد يجب أن أرش ثم أريد أن أشتت لا يشتت لأن أبدأ لأحضر في السواقة لأنه يصير الجوال هنا قاعدة نظر الطريق تصدق لديه بغير شيء بس نقول فيه هنا تشوف المرايح اللي وراء لذلك هنا الجوال قدامك في كله عندك قد تروح ما أنا قادر ركز كله قدامك فخيرت عمل خلال الجوال في جيلي محطة في الوقت فلسل مرميش الجوال جوال مشكلة يعني أحنا في الحياة المعاصرة هذه فيها تشتت آلي جدا حتى كنت قاعدة أقرأ كم كتاب سنة الماضية كلها على موضوع تشتت وأنصح أي شخص يقرأها فيه كتاب اسمه Stolen Focus جيد Redesigning the Mind رهيب يطال على مخك كأنها خوارزميات و How to Decide هذه واحدة لعبة بوكر اسمها دوك لما قررت الثلاث كتب هذي تقول يا أخي اللي احنا من جد يعني لازم ننتبه للمعلومات اللي قاعدة تدخل لأن أي معلومة تدخل خلاص يعني دخلت راسك تتثبت فلازم تنتبه من تدفق المعلومات كيف تحط حراسة للشيء اللي داخل من بره لجوه بعدين سلوكياتك يعني لازم تبطأ شوي لازم في لحظات سرعتك مع رتمة الطبيعة شوي عشان كذا الكتاب والقراءة من أفضل أشياء عشان كيف بدأت فترة حاولي مع اسمها البودكاست أسرع من من سرعة الطبيعية خالي يطفج كنت تكرع يعني سرع العالي حاولي حتى حاولي بفترة من المقدر أني ما عدا أطلب من تطلقات الترسل ليه؟ لأن أحيانا أحيانا أطلب من تطلقات الترسل من مطعم أقول ليه سريع سريع عشان أحيانا 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 أروح مشكلة الحين يعني مرات العمل اللي يطلب أنك مشغل كل نوتفكيوشن ونزوه يعني تستخدم باست كامبول تستخدم ما عرفه شو بتجيك أشهرات بلا توقف وكل شيء يعني أحسن المشكلة ترى أنه الطبيعي في هالحياة إن هذا الشكل طبيعي وهم طبيعي صح فأنت تتوقع أنه كل شيء طبيعي يعني كأنك تسوي لأشياء بسرعة وتخلص وتمشي عدي اليوم ونتمسى شعرت أي شيء أصلا طبيعي صديقي طبيعي صديقي طبيعي وكل العالم يعني عشان كذا لازم نكون صراحين يعني أحنا عايشين في نمط حياة معاصر تريد تروح تعيش في مزرعة أوكي تقدر بس ما هو منطقي صح في ناس كثير لما أكلمهم عن الأمور هذه يقول إيش تبغاني يعني أروح أعيش في مزرعة يقول لي لا بس يا أخي ترى كن واعي للأشياء اللي قاعدة تصير لأنه ترى سنة جاية بيصير يمكن أصعب وسنة اللي بعدها أنا مؤمن تماما أن الناس بيكونوا جدا متشتتين خلال ثلاث إلى خمس سنين قادمة الشخص اللي يركز على تعزيز التركيز وعكس التشتت هذا بينجح صراحة في سوق العمل تخيل عندك شخص مركز بين ألاف اللي متشتتين وفيه كتاب أحس ودي نحط في النشرة ديب وورك حسنا متاز مهم في الجانب للعمل فيه بار حقه نيل ما اسمه؟ اندستراكتبل أيوه برضو ما قلت حسنا لا هو سوى كتاب اسمها هوك أصفر ناس والله اسم الكتاب نزل ظهر فينا البطاش هو كيف هو كان تضعيش فيسبوك ناس هو كان الكتاب حقه كيف تخلي الناس هو كيف تخلي الناس كيف تسمى تطبيقك بتسمى تطبيق حقك اوه تقول تعطي الروسي حق باتر بس كيف تقول تصمم تطبيقك بطريقة انه يخلي الناس تتعلق فيه فكل شو يفتحها يبقى يشوف مثلا زي صوت تويتر يعني كل هذه التنبيهات طريقتها فهو سوى بدان يقول انه شاف فايس مايكروسوفت يوزع الكتاب على الموبافين وصاروا يستخدمونه في كل مكان شعر بالذنب اللي سوى لانه خلى كل الشركات التقنية تستفيد من طريقة زيادة تعلق الناس وتطبيقات فسوى تطبيقه اخر لانه ايش يقول يقول رحت اجربت ابغى او ابعد عن هالعالم فرحت شلت جوالي يعني غيرت جوالي حطيتها ابو كشا فيقول ويبقى يكتب فيقول جيت ابو يكتب بدان فيش فيلو افتح اللابتوب ادخل عند ريش جوجل ما ابحث بيقول رحت اخدت آلة كتاب اوه صحبت لانه كل شي خليني اتشدت بجوال ما عندي لابتوب ما عندي انا جس اكتب شلو اوه لا خلني روح قسم لابسي فهو عقل الانسان صار مشتت بشكل يعني ما بتع فراح سوى هذا الكتاب زين صحان الله الكتابة الحين هو كيف انت تكون اقل تشتت ام اجيكو لا ان شاء الله ترى تطبيقنا ما فيها يتشتت الفكرة انك اصلا ما تستخدمه انه هو يجمع بينات اه وش تسميه؟ اسمه تطبيق نيوراكسي ولكن هي طبقة انسجام ها طبقة انسجام هو يعني هو هي احنا اسسنا شركة سعودية بالتعاون مع شركة امريكية اسمها نيوراكسي ها فالتطبيق ممكن نسميه انسجام ولكن الانجن نسميه نيوراكسي انجن لانه حكون فيه ذكاء الصناعي وفيه اشياء كثيرة زي كلا نايس ولان نستخدمه في في مركزنا في ايكو مجرد الراحة دريتي مركزك موش الشان اراحة مركزك الان يعني احنا على مراحل قاعدنا من المركز المرحلة اللي احنا فيها الان علاج طبيعي تيجي تريد تسوي صيانة لجسمك عندك اصابة مثلا فالمدخل دائما فيه في احتياج جسدي كذا مثلا كتفي اعورني او باشيك على رقبتي في عندي مشاكل في جسمي بس مع التجربة شوي شوي نسحبك على امور نحاول نفتح حيونك فيها في الصحة الشمولية في شباب زارونا من الفريق عاطيناهم ها كذا تذواقع يعني كذا على موضوع اللي ايش الاشياء اللي ممكن تشوفها تقول اوف هذه المعلومة تمثلني ففكرة اكو ان ان شاء الله المراحل القادمة هيصير للعلاج طبيعي قسم والاشياء الصحة الشمولية بتزيد وبندخل تطبيق نيوراكسي بحيثنا نربط هذه الاشياء كلها مع بعض آه أتمنى الله هذا الفريقات هنا هذه هنا في العقيقة آه ايه قريب حياكم طرح عندنا عايس باش صعب ها حسنا صعب بقى الموى البارد الموى البارد اي لو جربت 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 الحمام البارد ولا الشاور البارد لا لا الحمام هذا واحد واحد الشباب ما هذا خلفه ايه فهو عنده في البيت جايب لازيك وحط يبطل ايش موى ايش ايش فهو حط سبع درجات اوه حولو ايش بثلج يعني طبعا لا 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 جهاز اوه اشترى الجهاز اللي بارد جهاز اشترى ممتاز ممتاز بارد تحطى شرال اسعارها بالهوة ها لان فيه جهاز ينتفخ يعني تنتفخ بالهوة وفيه جهاز لا لا ثابت طول وقت هو ممتاز والله ويش بكب هذي انت اختار درجات والحرارة جميل بس اتجربت خمس دقائق بس اتجربت خمس دقائق ايه طبع ممتاز ايه لا هو تحدى لي يعني قلت والله عادي يعني آسف يعني بس يلا هو كمي قاعد هو صاري طبعا 11 دقائق 12 دقائق ممتاز اللي يكون في التنستاندرش أكمل التحرار والله يأتمد صراحة اشوف انا ما احب الحمام البارد الجماعي ايه لان كل ما يدخل الانسان درجة حرارة الجسم تأثر على هذا صراحة فاللي احنا جايبين انا لأ يعني من شركة اسمها فانتو بول يعني حق شخص واحد والموية تكون باردة كلها في اماكن تروح تحس الموية باردة تحت صراحة بسمه مرة فوق لان تلاقي تيار الموية يعني جاي من تحت ومن فوق ف فأشوف فأنا لأ كثير من اللي يجونا يقول لي لا يسمعها ثاغير يقولي من جدة حسيت ان البرودة يعني من من الرقبة للأصابع الرجول فتجربة مختلفة هل بيصير شيء للواحد دخل حتى واصل او هي النهاية ونهايتها لازم تدخل خاطص وخلاص تطلع بس في ناس طرف الننين في ناس يدخل يقطص يدخل رأسة يطلع يتكي كمان شوي بعد ان يقطص وسبح في واحدة ما شاء الله يعني اول ما فتحنا المركز جت جربت لايسباث اوه حلو ايش شركة بس حلو والله حجمها زين اي لا شخص صاح بس اي مرة ممتاز مرة فأقول لك واحدة جت اول مرة تجرب لايسباث وادبنت دائما تيجي بعدين اليوم وليام طلعت كذا ترجف ها كم جلستي قال ثلث ساعة يا ساتر كتير فأنا شخصيا اشوف هنا خمس دقائق مرة كويس تسوي خمس دقائق درجة معقولة عشر درجات مئوية تبي تنزلها للخمسة اوكي بس اكثر من كذا ترى يمكن وصلت مرحلة ما قاعد تستفيد ممكن قاعد تضر جسمك عاد الايسباث عالم يعني فيه فيه فائد حلو بسرعة اكثر شيء يخوف لا لا لو ستوقع عشر درجات اللي بيفت توقع انهم عشر درجات شكرا بس اكثر شيء يخوف انه فيه مقطع مدني هو لعب كرة قدام ولا شيء توقع شفته انه لي كذا جاء جلسي هنا في صح ليس شفته انا نقوله طيب تخييت شير لي زي كذا لانه كأنه جمت شالو شالو فيه شيء هنا احبه في الايسباث ولانه شفت ناس كثير يدخل الايسباث ردة فعلك للموية الباردة اللي هو الشك هذا ترى تشبه ردة فعلك في الحياة للصدمات فيه ناس اللي يتوتر عندهم مرة عالي تلاقي داما متوتر اي شيء يحفزه تلاقي ردة فعله شوي يعني متطرفة كذا لما يجي يسوي ايسباث تلاحظ نفس الشيء فيمكن هذك الشخص اصلا هو كذا يعني لو خوفت فعشان كذا ترى نستخدم الايسباث لتمرين التنفس للتعامل مع لوبات القلق فلانه انا نشوف الايسباث فرصة انت بتدخل انت الحين مو متوتر تمام ما عندك يعني نوبة قلق الان بس لما تدخل في الموية ترى بيعطيك مفعول يشبه شوي نوبة القلق فجأة نفسك هنا من تقالي تسيطر على وضعك تبتطلع كذا متوتر ففرصة انك تدرب على التنفس تدخل وانت واعي تعرف الشي اللي بيصير ولما تعيش التجربة تحاول انك تسيطر هذا التمرين اشوف انه تمرين للحياة يعني فعلا لما انت فجأة واحد يسكت عليك تبدأت تنفس روق رهيب لا يسباب وتوقع انه يعني داخل جسمك يتعامل معها لانه خطر يعني ايه فيبدأ يخفف ليش رجولك تنمل على انه باعتبار انه يريد يركز كامل التركيز فأطرافك لو راحت تروح في تفاصيل كثيرة في شيء يجبني في الجسم اسمه هورميسس هورماتيك رسبونس لما يجيك ضغط استرس بسيط على الجسم ما يؤذيك ولكن لما يتكرر بجرعات بسيطة جسمك يصير اقوى فمثلا المتسلقين كلما يتسلق جلدة يده تتقطع تجي بعد فترة شوف يده بلوك فهذا يزيل هورماتيك رسبونس هذي تصير في السوانة تصير في الجيم كما تتمرم كرف دخلت الهورماتيك رسبونس اللي يثبات نفس الشي لما تدخل شوك شوك ما حيوصلك لمرحلة الأذى إن شاء الله طالما سويت كل شيء صح جسمك بعدها يبدأ يعزز بعض الأمور مثل الميتوكوندريا الميتوكوندريا اللي في الخلية اللي هي مسؤولة عن الطاقة في الجسم كل ما تسوي آيس باث تحفز تكاثر الميتوكوندريا فبعد فترة تزيد الميتوكوندريا في خلاياك لما تدخل آيس باث أمورك أفضل فتشوف الشخص اللي متعود ممكن يجلس يعني ما عنده أي مشكلة أما الشخص اللي أول مرة أبداً ممرتاح فهذه بس من الجوانب البسيطة اللي تصير من آيس باث غير الجانب النفسي نور أبنفرن ينفرز بشكل كبير الاستشفاء بعد التمرين طبعاً نصيحة الأحد يسوي آيس باث بعد التمرين هذا يتوقع الحين صاروا الناس يعرف هذا الشيء لأن للأسف في النوادي تسوي تمرين ضم في الآيس باث لأنه موجود يعني فرصة بس في دراسات تقول أنه يأثر على الهايبرو تروفي والسترنكث فالفصال نكسي قبل قبل بيحفزك للتمرين لأنه بيرفع النور أبنفرن وأشياء زيك كده أو أنا شخصياً أحب أحدد يوم اللي هو يوم الراحة أسوي في آيس باث أو قبل مقابلة مثل هذه أسوي آيس باث صح صح صدق أني ما أحب الأبل واتش توني ترى كنت لابس أبل واتش هل قارمون أو لاش قارمون قارمون فينيكس طهر الأبل واتش ما تعطيك بيانات ما أحبها لأنها تشتتني ما تأطيكش أنا حس كنت فكر في لو كنت برووج لو كنت في الشركة أني بقول له أن جزء من البيع حقتهم أنك ما تتشتت ما لا تدخل بس تقوله بيانات والسلام عليكم هي قاعدة جمع بيانات بس تجمع تبع تشوف البيانات تفتح الأبل لس تبع تجمع بيانات زي الأبل واتش أو فيه أكثر أنا أتوقع أنه أكثر أحب الووب جدا كل خمس سنين لا بس علمتني أشياء عن نمط نومي أنا زمان كان عندي أرق أو كنت أقول لنفسي أنه عندي أرق طلع كله كان نفسي لما تعمقت في النوم وبدأت أشوف الووب الووب ترى ساعدني أني أضبط نومي شفت مراحل النوم يوريك النوم العميق النوم السطحي النوم الهذا بعدين تشوف الفرق لما أنت تنام ساعة عشرة ثمان ساعات أو تنام الساعة 12 ثمان ساعات فيه فرق ثمان ساعات نفسها تشوفها على جودة النوم أي تشوف على جودة النوم وتشوف المراحل اللي دخلت فيها هو تضحن في الساعة البيولوجية جسمك يفضل يسوي مهام معينة في أوقات معينة ففيه مهمة النوم العميق اللي فيها أشياء مر المهمة دائما تصير في النصف الأول من الليل ما تصير في النصف الأخير فالنصف الأخير تكثر فيها الأحلام والنصف الأول تكثر فيها الأمور اللي هي النوم العميق مع أنه فيه يعني مو بس ديب سليب لا فيه ديب سليب مع شوية أحلام بس بعدين هناك ثم القلب بتصير شوية ديب سليب مع أحلام كثير هذه فيها فوأد المشكلة إيش اللي ينام أتأخر ويصحى بدري فقد هذه وفقد هذه هذه مرة إذا فيه شيء مهم يمكن ما تكلمنا عن نوم كثير هو الأساس يعني الديب سليب الحالة كل السوليف هذه اللي حنا نجلسنا يوم المعلومات اللي بنكتسبها في اليوم متى تنتقل من المكان المؤقت الفلاش ميموري الصغير للمكان الدائم النوم العميق ما تصير في الرم ما تصير في النوم الأحلام فأنا إذا فقدت هذا النوم فقدت هذه الجزئية تنظيف يصير جوة المخ فيه تكلسات اسمها بيتا أمالويت بلاكس تكلس تكلسات تزيد في المخ ما تتنظف إلا في الديب سليب ييجي سائل يبدأ ينضخ في المخ وانتنايم ينظف تكلسات تخيل كم ليلة نمتهى ما صارت عملية التنظيف بشكل جيد والتكلسات تزيد شيء يعني أنا برسل أحسر لهم ترجمة نانسي قنقر